انا حاولت يعني اخلي المحاضرة كونسايزة للدكتور محمد ما طلب مني وربنا يسهل ان شاء الله لو في اي حاجة يا جماعة قطعوني عشان تبقى الاستفادة لما تبقى انتر اكتف غير لما يبقى انا عمالة اتكلم لوحدي الاول حاجة هنبتدي بيها روماتورياتس ممكن تبقى حاجات كونستوطنوشة منفستيشن زي الفيفر والهدك والماليز والفاتيج دي اول منفستيشن ممكن يجي لك بيها العيان دي ممكن تبقى موجودة في اي روماتورياتس لكن في الروماتورياتس الحاجة اللي هتبقى بالنسبة لك ملفتة للنظر العين هيبقى عنده جوينت بين عنده تندنس عنده ورمس يعني الجوينت يبقى سخت ووارم وبيوجعوا واخبالك والاهم من كده الاستفنس of the joint movement ان العين ممكن يقول لك ان فيه مورنج استفنس بقوم انهم الصبح متجبس افضل قاعد على السرير نص ساعة واكتر عبر ما اقدر اقوم اخسل وشي او عبر ما اقدر اقوم اصلي او اتبر الاكتيفتي بتاعتي الجوينت ريدنس دي مش من حاجات الكومن انك تلاقيها يعني هوت ريد تندر سوال جوينت دي مش من الكومن في عيني الروماتوريات لكن هوت تندر سوال جوينت هي الكومن الريد دي بقى مش دايما بتلاقيها خلاص يعني رير قوي او يعني تقريبا اقال من 20% من الحالات اللي ممكن يبقى ريد جوينت خلاص ومن الحاجات المهمة جدا في عيني الروماتوريات ان تلاقي العين عنده بايلاتر المانيفستيشن يبقى الراجل بتاع الروماتوريات ممكن يجيلك بمايلاتر المانيفستيشن كوليستي نوشن في فروهيدي كوماليز وأنريكسيا ومش قادر يعمل حاجة عادي اي حد ممكن يجيب كده لكن اللي هيخليك تفكر في الروماتوريات لعين يكون عنده بايلاتر سيمتريكا الارثريتس يعني ايه ارثريتس يعني هوت تندر سوال جوينت وزماركت لميتيشن او اكتيفتي مورنجستيفنس ممكن توصل لأكثر بنص ساعة يعني ايه كلمة مورنجستيفنس يعني الايام بيقوم الصبح كأنه متيبس مش قادر يقوم يعمل اي حاجة خالص عايش شوية عشان يفك يعني بيقوم النوم تعبان محتاج شوية عشان يقدر يفك ويكمل اكتيفتيس بتاعته طب المورنجستيفنس دي سببها ايه؟ سببها ان فيه ايديمة بتحصل في التشوز واخد بالك ازاي نتيجة للانفلاماتوري بروسن عند العيان فيه ايديمة في كل التشوز فيقوم العيان كأن جسمه مليان مياه هو ما بيحسهاش مياه هو بيحسها ان هو متيبس خلاص طيب العيان ممكن مش بس يجيلك بسيمتريكال أرفريتس وبس ممكن يجيلك بنوديولز يقولك ان فيه كلاكيع يا دكتور يعني ايه كلاكيع يعني حاجة حسيسها تحت الجلد ممكن تبقى موجودة في الباكو في زفور قارما ممكن تبقى موجودة في الأكسبت بتاعه ممكن تبقى موجودة في الاسفاين، ممكن تبقى موجودة في الأكيليستندون، ممكن تبقى موجودة في التندونس أوف زهاند، وهناك صور للكلام هذا كل. طيب، معلش هي دوشة يا جماعة، أنتم سمعيني كويس؟ في صوت هوا أو دوش. طيب، العيان ممكن يجي بحاجات تانية غير بقى الجوينت مانيفستيشن والمونجيستيفنس والنوديولز، ممكن يجي بسكن ألسريشنز، ممكن يجي لك بحاجة اسمها رينوتس فينومنا، وهوريها لك إيه رينوتس فينومنا دي؟ مبدأياً أعرفها إن العيان بيقولك إن إيدي ممكن يبقى فيها ثلاث تلوان، الأول الإيد لما اتعرض لدرجة حرارة ساقعة أو في الشتاء يا دكتور، أو أحط إيدي في الفريزة لو أنا بنظافها، أو بخسل حاجة ساقعة لها، بص لها إيدي بيضت ووجعتني، وبعدين إزرقت وبعدين حمرت، واخد بالك إزاي؟ الثلاثة ممكن يجوا مع بعض آآ، واحدة ممكن تيجي لوحدها آآ، اتنين لوحدهم آآ، ماشي دي اسمها رينوتس فينومنا، العيان ممكن يبقى عنده دراينس في الآي والماوس والفاجينا اللي احنا بنسميها جوجرين سندروم، يجي له دراينس في عينه ويقولك ما بقتش بالدمع، بقمه عش عارف أبلع كل ما يا دكتور آآ، كل لقمه لازم أبلع وراكم بايتين مايه، الفاجينا الدراينس، يا جماعة الصوت، الفاجينا الدراينس، هتيجي الفيميل تقولك إن فيه سيفير طبعا ديسبارونيا، طيب، المسل إيكس والويستنج طبعا من حاجات الكومان في كل الروماتولوجيكال ديسيز المسل إيكس، لكن الويستنج بيبقى أكتر في روماتويد ليه؟ عشان العين بيبقى عنده ديسيوز أتروفي، هو قديل لما هتوجعه، ما شئبة ديهن المسلز في زهاند هيحصلها ويستنج، العضو الذي لا يستخدم بيضمر، ده شئبة ديه، طيب، العين ممكن أن يأتي لها بنام من السوتينج لكسنسيشن، وهذه أسبابها كثير، يأتي لها الكربالطاني الذي يأتي عشان بريفرانيوروباسي، واخد بالك إزاي، راديكيوروباسي، كل دورة في الروماتولوجيكال أرثريتس، يعني الـ CNS manifestation في الروماتولوجيكال أرثريتس كثير، لكن يمكن أن أشهرهم هي النم من السوتينج لكسنسيشن، العين ممكن أن يكون ديسنيا وبروكسيس، ممكن أن يكون ديسنيا وكفو ورسوبنيا، طبعا لأن الشست ممكن يكون محدود، والشست ليس كونensive أو لورة، كم يمكن أن يكون Popeye Institute Bi summit في الروماتويت itsND، الهارت طلعة ممكن أن يكون محدود في الروماتولوجيكال أرثريتس، معنى كده أن الروماتويت it is a systemic disease، محدش يقولي الروماتويد يعني مفاصل الروماتويت is a systemic disease، للأمر يمكن أن يأتي لك مانيفستشن متاخ Livio Vorteil، هذا روماتويد فلما يأخذ الموجود لكي أشخص تانية، ممكن أن اخذيه باليئ不同 من رينالفيلاء، زائد الروماتويد ممكن يأصلاً على كدني ويعمل منفستيشا أو رينالفليار أو نيفريتك سندروم أو نيفريتك سندروم يبقى العيام بتاع الروماتويد ممكن يجي لك برينا المنفستيشا أنت مش متوقع زائد رينالفليار نيفريتك أو نيفريتك الـGIT منفستيشا ده شيء بديهي ده أكتر عيام بيجي له الـGIT منفستيشا هو عيان الروماتويد ليه؟ لأنه بياخد منستيرويد الـanti-inflammatory drugs وبياخد استيرويد وبياخد كل دول يخلو الـGIT عنده ويجي له أبدومينالبين وفومتينج وضايرية وفلاتنسو كونستيبشا واللي أنت عايزه كونه ماشي؟ طيب دي برضو صورة كانت عشانة أوريلك إيه الجوينت الممكن تأثر علشي جماعة فيه صوت جامد موجود في ويدنا تسمعيني كويس؟ سمعيني يا جمعان؟ طيب الجوينت اللي ممكن تبقى افكتة في روماتويد أرثرايتس طبعا شيء بديهي أول حاجة الـهند أكتر جوينت بيجي في المرة 1 و2 ومرة 5 هو الـهند طب أي جوينت في الهند؟ أكتر حاجة رست جوينت وبعد كده الجوينت الموجود ما بين الكربال بونت أعرف أنت عندك صفين من الكربال بونت يعني الـنتر كربال جوينت خلاص المتقربوفالنجيال جوينت الــapproximال انترفانجيال جوينت بطنيفر ديستال انترفانجيال جوينت مفيش روماتويد بـ مفيش روماتويد ياخد الرستو كله يأخذ لك الكربل والإنتر كربل يأخذ الكربو وميتا كربل يأخذ البروكسما إنتر فانجيال جوينت يأخذ بقى على الديستل ويقف ما يأخذ هاش ما بيحب هك طيب أي جوينت الثانية أي حاجة ممكن تتوقع على القلب ممكن يتاخد الشوردر ممكن يتاخد أهم واحدة السيرفايكل وهنقولها ليه السيرفايكل سبايم من الحاجات المهمة طيب والسراسك يا دكتورة واللمبر ما لن يشدع بهم ما بيحبهمش يبقى هو ما بيحبش الديستل والإنتر فانجيال جوينت وما بيحبش السراسك وما بيحبش اللمبر طيب الهب ممكن يتاخد النيه ممكن تتاخد الأنكل ممكن كله يتاخد سواء كان التيلر أو الساب تيلر أو أخذ بالك إزاي أو الجوينت أو المتطرف الفانجيال جوينت أو الانتر فانجيال جوينت يبقى هو بيحب الجوينت كلها معادة في السباين السراسك واللمبر ما بياخدهمش وفي الفينجرز وخبالك ما بياخدش ديستال انتر فانجيال جونت طيب النانقل تكوى المانيفستيشن عايز أفكرك بالرسمة وديه اللي هتلزق في مخك كلام كتير لكن الرسمة اللي هتصورها إن العيان بتاع الروماتويض ممكن يجي لك بأي منفستيشن سكيلوريتس وخبالك الزيوئيب سكيلوريتس وسكيلوريوماريشيا طبعا أنت مش هتلاحظ الكلام ده هو هيشتكي لك وانت هتلاحظ عيانه حامرة انت لها تشخص سكيلوريتس لكن ممكن بالخبرة تقدر تعرف المنظر بتاع السكيلوريتس إيه والسكيلوريوماريشيا لعنى ممكن يجي لك بهوتريتين در آي فدي مهمة إنه ما تقولش مناش دعوة ده مش تبع الروماتويض لا يا سيدي تبع الروماتويض خلاص العام ممكن يجي لك بالدراينيس اللي أنا قلت لك عليه وده سموزيجورون سندروم العام ممكن يجي لك بالانفادونوابسي ما تقولش لا ده منهاج دعوة بالروماتويض لا لديها دعوة بالروماتويد ودعوة ولاثيقة بالروماتويد لأنها ممكن تبقى حاجة من كذا حاجة يا إما تبقى جزء من الروماتويد نفسه يا إما ممكن تبقى حاجة استعافلت السندروم يا إما لعنده دخل في لينفومة أو لوكيميا طب أنا إيه اللي جاب لي لينفومة أو لوكيميا اللي جاب لي لينفومة أو لوكيميا أنه عيني بياخد أمينوسا بريشن بيخلوه عرضة ليهم والروماتويد نفسه واخد بالك إزاي بيبقى خليك عرضة نيجيجي للماليجنسي أكتر من أي حد تاني يبقى وجود الليمفنودز ده ما استهزأش بيه وما قلش لا ده مش تابعي لا ده تابعي قوي ولازم أفحصه ولازم أخلي بالي منه لأنه ممكن يبقى جزء من الروماتويد نفسه هيعدي أو ممكن تكون فلت السندروم واخب بالك الزات أنه هو نوع من أنواع الروماتويد أو أنه يكون العين ده داخل في كومبليكيشن أنت مشواخب بالك منها زي زي الليمفومة واللوكيني طيب العين ممكن على مستوى الهارت إذا ما اتفقنا ممكن يجيله كل حاجة في الهارت البريكارديم بيتاخد ببريكارديس بريكارديا إفيوجن المايوكارديم يجيله مايوكارديس وإسكيميك هارت ديسيز وممكن يجيله فالفولار أفكشن واخب بالك إزاي الانترسيبتال بندل ممكن يحصل فيه نوديولز ويحصل بندل بلانش بلوك واخب بالك البلموناري ممكن يجيله بالموناري هايبرتنشن يعني معنى كده القلب ما بيسلمش كل حتة في الهارت بتتاخد على مستوى اللونج إذا ما اتفقنا كل حاجة برضو بتتاخد البلورة هتتاخد ببلورزي وبلور إفيوجن البريكار ما ممكن تتأثر سواء كان بملطب النوديول سواء كان ببرونكيولايتس لها الإيروي أبستركشن ممكن بالموناري نوديول إذا ما معنى كده إنه اللونج كل حاجة بتتاخد طيب الجزء الثاني والمهم برضو الليسبلين عندك الليسبلين ممكن يكبر في عين الروماتويد إمتى؟ أشهر حاجة طبعا الفيلتسسندروم وهو نوع من أنواع الروماتويد وفي الليمفومة واللوكيميا يبقى ما تنساش لينفنود لينفومة ولوكيميا سبلين لينفومة ولوكيميا زائد بقى الفيلتسسندروم طيب الكيدني زي ما أنا قلت لك برضو من الأول الكيدني ممكن تتاخد بكذا طريقة تتاخد بالنونستيرويدل أو تتاخد بالروماتويد نفسه واخد بالك إزاي كالونجستاندنج بيسيز ممكن يحولك إلى أميلو دوزس وهو نفسه بيعمل نوع من أنواع جولمينوريفايتس كمان في الكيدني يبقى الروماتويد يضرب الكيدني آه يضرب الكيدني خلاص على مستوى التندون والتندون شيس طبعا ممكن يحصل حاجات كتير قوي انفلاميشن في التندون شيس وحاجة اسمها تينوساينوفايتس يعني انفلاميشن في الشيس اللي موجود حوالين أي تندون من اللي ليهم شيسز البريفانيوروباسي احنا قلناها والبولونيوروباسي والرادوكولوباسي دوارب اللي لديك ألسر من الحاجات اللي ممكن تيجي الأنكل ديما سواء كان نتيجة لل الانفلاميشن أو نتيجة للهارت فيلير أو نتيجة للليبر سيل فيلير أو نتيجة لللونج اللي حصل يعني نتيجة بالموناري ديسيز خلاص أو نتيجة ريلا طب ما حدش ليسألني الليفر أنت ما جبتلس سيلة الليفر أنا حتى مش خطهولك في الرسمة عشان ما تنسهوش يمكن مش خطاه عشان ما تنسهوش تقول أوى الله الدكتورة قالت ده فيه حاجة هنا نقصة اللي هي الليفر الليفر ممكن يتاخد في الروماتويد اي يتاخد ازاي في الروماتويد كسايد افكت بالدراجز دي نمرة واحد لكن في بعض الأمراض بتحب قوي 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 الروماتويد زي البلايمر بيلي كولانجايتس واخبالك ازاي دي من حاجات ويحبوا يجوا معاه إنما الروماتويد عيبه إن علاجه ممكن يأذي الليفر زي مين الميسوتريكسيت اللي أنتم تسمعوا عليه والأرس فري دي حاجات ممكن تأذي الليفر ولو العين طنش وانت مطنش والدنيا مشيا العين بيخش في الليفر سيروزس ويبقى زيه زي بتوع الهباطاية السيل يجي لك بقى سايتس وراء الليم قديمة وما نفيستش في الليفر سيل فيلير يبقى لا تنسى هذا إن الروماتويد نفسه ما بيكلش الليفر لكن الأدوية اللي بياخدها هي اللي بتأثر على الليفر زائد إن في مراضين قوي بيحبوا الليفر جدا بالذات لما يكونوا عنده عنده الروماتويد اللي هما والأتوامين هباطايتس خلاص لغاية كده فيه أسئلة يا جماعة تمامي دكتور طيب دي بقى مناظر بحب أوريها لك يعني ده منظر مثلا الصبع هو وارم وخبأ لك أكتر حاجة وارم البروكسما إنت الفلالجيال جوينت قدي صبع واحد هنا بقى كلهم وارمينهم المتقرب وفلالجيال جوينت لو تلاحظ أن هم كمان وارمين ومروين يعني إيه المفروض نورمالي أنت ما بين البتقرب البون والمتقرب البون لو أنت فارد إيدك أو ضميمها المفروض بيكون أمتي مفيش حاجة بينهم لو بقوا سوولن معنى كده أن فيه إديمة موجودة أو فيه سينوفيا الانفلاميش ده منظر تاني بتاع سينوفيا للسوالينج واخبالك إزاي ريليتد للرست وده ممكن يكون أول مرة يجي لك العام بالمنظر ده ده بقى المنظر النهائي اللي هو عنك لكتد وما يعرفش حاجة ومحدش علجه أو ما تدوش عليك صح يجي لك بالمنظر أنت شايف ملتبل ديفورمتز والنطيولز اللي بينين دول اللي أنا قلت لك ممكن ييجي نطيولز ريليتد للتنزل وهم ممكن ييجي في أي حتة بس أنا جايبالك الصورة على تنزل وزهند وجايبالك صور تاني طيب ده بقى برضو نوع من أنواع الديفورمتز اللي بيحصل فرماتورة أرثرايتس اللي وحنا بنسميه سوان نيك ديفورمتز خلاص وده ممكن يعاني يجي لك به قطب على العاني جليكتد ممكن يجي لك به سوان نيك ديفورمتز بيحصل إيه بيحصل اكستنشن على مستوى البروكسمن انترفرانجيال جوينت وفليكشن على مستوى الديستال انترفرانجيال جوينت مش عشان الديستال التاخد هقول لك سببها ايه واخد بالك يعني ده ديفورمتز بيحصل مش لان هنا ملوش دعوة بالجوينت ولا ليه دعوة بالجوينت هقول لك ايه سبب ان ما حصل الديفورمتز ده طيب وده الاسم البطونير يعني ايه البطونير ديفورمتز ده برضو نوع من أنواع الديفورمتز اللي ممكن تحصل في الرماتويد بيحصل على مستوى البروكسمن انترفرانجيال جوينت واكستنشن على مستوى الديستال انترفرانجيال جوينت يعني يا دكتورة جوينت في مشكلة هقول لك ان دول ما لهمش دعوة بالجوينت الديفورمتز دي جماعة الصوت بس طب ممكن نقفل معلش جماعة ممكن نقفل الديفورمتز بس وخليكم اللي عايز يتكلم هو اللي يفتح ميكروفون لو سمحت يبقى لسؤال نيك والباطونير ممكن ديفورمتز تستحصل لخلل هقول لك مكانه فين لكن ما هواش ليه علاقة بالجوينت ناشي عشان ما حدش يقول الله ما هي قالت انترفرانجيال جوينت ما بيتتخدش ما هنا فيه فليكشن وهنا فيه هقول لك ليه طيب حالينا في وقتها واحنا بنعمل سببها عشان امور ما تخشش في بعضها كده خلصنا الروماتويد فيه اي سؤال يبقى احنا عارفنا يا اما يجيلك بالديفورمتي يا اما يجيلك بالإند ستاج ماشي طيب نيجي في المرض التاني المشهور اللي هو السيستيم كلوبس السيستيم كلوبس ده بقى مرض كل حاجة مفيش حتة ما بتتتخدش في الجسم خلاص اكتر في الفيميل من الميل دايما الفيميل هم اكتر الناس بتصاب بالسيستيم كلوبس من الفيميل يعني مع الفيميل اكتر من الميل يعني معنى كده الميل ما بيجيلوش لا بيجيلو خلاص لكن أني أقول لك الكومان معوجود في الستات ماشي اهي الكومان مانيفيستيشن بقى كل حاجة ممكن تتخيلها يعني أزر جارد البرين هي العينة ممكن تجيلك بمنيفيستيشن طبعا في ففر وهيديكماليس وأنوريكسيت ده موجودة في كل الريماتولوجيا لكن لو الست بتاعت الرمzy أنا أخذلك كل الوسيا ㅋㅋ أن S مليفستيشة اللي ممكن تعرفها وتذاكرها في كتاب نيورو. ممكن تجيلك بيها الستة بتاعت ال S اللي. طيب أزرجارد الهير بتجيلك بألوبيشيا. الآي ممكن تجيلك بإما بالدراينس زي بتاع روماتويد أرثريتس اللي هو جوب من السندروم أو تجيلك ببافي آي ليد. واخد بالك إزاي تقول لك عيني مورمة. مورمة ليه يا ساعات البشرة مورمة عشان عندها نفروتيك سندروم. وتقول لك الورب بيبقى موجود في رجلي وعيني. الصبح أول ما قوم من نوم. على آخر اليوم يوفيشو. خلاص. دي بتبقى كاركتوريستيك للدفروتيك سندروم. طيب. ممكن تجيلك بحاجة تانية تقول لك لما بتعرض للشمس يا دكتور فيه مشكلة بتحصل. تقول لك إن فراشة ترسمت على وشي. حتى الناس يفتكرون إن أنا حطة مكياج وأقول لهم لا. الفراشة دي هوريلك شكلها بتبقى دايما موجودة على الشيكس. وبتسبر النزول تاخد الشيك والنوز وتسبر النزوليبيا الفون. هوريك شكلها عشان تحفظها. خلاص. هل ممكن يجي لها حاجة تانية في مش شهقة؟ ممكن يجي لها ماوس ألثريشلز وممكن يجي لها نزل ألثريشلز. خلاص. إيه تاني ممكن يجي كل الأورجنز لأنا قلت لك عليها في الروماتويد هي هي اللي بتتاخد في الـ SLE. بس يمكن الـ SLE بتبقى المشكلة في الكدني أعنف لأنه هو بيحب الكدني قوي. وخبالك في الروماتويد يمكن الكدني تتاخد. إنما في الـ SLE غالباً ما هتتاخد. هتتاخد بكم طريقة بمليون طريقة سواء كان الدرج أو المرض نفسه. طب الكومة للدرج ولا المرض نفسه. في الروماتويد قلت لك دونستيرويدا. لكن هنا بقول لك المرض نفسه يحب جداً الكدني ويعمل لك حاجة اسمها لوباستفرايتس عنيفة. خلاص. طيب التوز والفينجرز ممكن يتأثروا بحاجة غير الأرثرايتس. ما هي ممكن تيجي بأرثرايتس برضو زي بتاعت الروماتويد ويبقى فيها شوية مرنج سنفلس بس مش نص ساعة. بتاع السيستيمي كلوباست لما بيجي له أرثرايتس ممكن تبقى أقل من نص ساعة. يقول لك من قوم النوم الصبح تعبان يا دكتور بس تقول له قد اي يقول لك ربع ساعة عشر دقايق بتاع الروماتويد يقول لك ده نص ساعة لساعة لساعتين ساعات. خلاص. نفس المفاصل اللي بتتاخد في الروماتويد هي هي اللي بتتاخد في السيستيمي كلوباست. طيب العيان بتاع السيستيمي كلوباست ده ممكن يجيله حاجة تانية في صوابعه غير بقى الأرثرايتس والأرثرايتس والكلام ده آه. رينوتس فينوملا اللي أنا قلت لك عليها دي من الحاجات الفيري كومن ان الست بتاعت السيستيمي كلوباست أول برزنتيشن ممكن يبقى فيه روهيد كوماليز وتقول لك إي داية بتدت تزرق يا دكتور وأنا بقى نظف الفريزر أو لما الشتاء بتيجي بيبقى يوميسود أبوص صلاقي إيدي بتتبيضه بعدين تزرقه بعدين تحمره وأخبالك أو تبيضه قوي وما تحمره غلما ده فيهم قوي. ماشي؟ إبقى أنت الحاجات التانية اللي ممكن تيجي وأخبالك إزاي إنه ممكن العينة ممكن يبقى عندها جي آي تي منفستيشن طبعا كل الأدوية بتاعت الـ SLE هي أدوية الروماتويد وزود عليهم الأوردوز بالاستيرويد للاستيرويد في السيستيمي كلوباس بتبقى أعلى بكتير والإميوني سابريشن بيبقى أعلى بكتير فكل الـ GIT ممكن تحصل يبقى معنى كده إنه الروماتويد هو هو زي السيستيمي كلوباس والسيستيمي كلوباس زي الروماتويد بس في حاجات تفرق الألوبيشيا الـ CNS Manifestation الماوس ألسريشن والنزل ألسريشن وأخبالك الكيدني الكيدني بتاعت الـ Sistemi كلوباس بيبقى بيور دي سيز ريليتد للسيستيمي كلوباس هي بتحب الكيدني وتأكل الكيدني قوي الرينوز is more common في السيستيمي كلوباس وأخبالك إزاي الـ GIT Manifestation تحصل في السيستيمي كلوباس وتحصل في الروماتويد بس الحقيقة هي في السيستيمي كلوباس أعنف لأن الـ 6 بتاعت السيستيمي كلوباس بتاخد مثلا 10 تقراص استيرويد الـ 6 بتاعت الروماتويد بتاخد أرسين ثلاثة فتخيل أنت بتاخد 10 تقراص استيرويد وبتاخد منستيرويد وبتاخد الميوني سابريشن تشوف المعدة ممكن يحصل فيها إيه طيب دي برضو رسمة عشان تفتكر العيانة إنه الـ Dermatological Manifestation بتاعت الـ SLE الحاجات كتير قوي يعني أنت هتشوف أنا هواريك صور للـ Butterfly Lash اللي أنا بقول لك عليه الميرا الراش وهواريك ماكيرو بابرا الراش وهواريك الدسكويد ده شكله إيه واخبالك وهواريك الألوبيشيا بتاعت العيانة بتبقى شكلها إيه وإيه الحاجة اسمع ليفيدو هتسمع لبنشرحها لك في بعض العينين بتوع الـ SLE يبقى معنى كده أن ممكن تبقى موجودة من أول حاجة الـ Butterfly Lash اللي ماكيرو بابرا الراش لغاية ما نوصل لي بيربورا وبربوريك إيرابشن واخبالك إزاوي وليفيدو ريوتو كيلاريس الـ CNS أنا قلت لك ما فيش حاجة ما بتحصلش أديك شايف أنا أكبالك كل حاجة من أول تدين بالهدك وننتهي بالبرابليجيا والهيميبليجيا والسيربيلر أتاكسي الـ Rinal Manifestation زي ما اتفقنا الـ GIT والموسكو سكليتل والكارديو بالموناري والهيمياتولوجي يمكن أنا جابعنت لك الصورة دي عشان أوريك الرسمة شكلها إيه لو تراحز هناك المشكلة أكتر حاجة هتبقى مهمة قوي الـ Rinal وأخبالك إزاي والـ CNS والهيمياتولوجي دول فعلا أكتر ثلاثة أرجب مع الـ Skin يعني الـ Dermatology والـ CNS والـ Rinal والهيمياتولوجي أكتر أربعة بيبقوا فيهم مشاكل في عيان الـ SLE خلاص ويميزوا الـ SLE يعني البقائين ما بيجوش لا بيجو بس أنا بقول لك المميزين اللي دايماً عيان الـ SLE بتاعك هتدور عليهم أو يشتيكيلك منهم الـ Skin لأنه حاجة disfiguring سواء للميل أو الفيميل الـ CNS لديه بتبقى حاجة كتاستروفي ستة نجيلها بارابليجيا أو هيميبليجيا أو مونوبليجيا دي مشكلة واخد بالك الـ Rinal Manifestation لأن العام بيجيله Rinal Manifestation مورم وابتدى ضغطه يعلى واخد بالك إزاي ابتدى إبعا عنده ديسنيا كل الكلام ده بيخليه يلفط النظر زائد الـ Hymatological Manifestation اللي انت سعاد بتاكتشفها أو هو يقولها لك هو يقولها لك إزاي هدك وفتيجه باليز يبقى أنيميا بربوريك إيرابشن وإكموتك باتشز وعمال يجيب دم من مناخيره والفاجاينا الـ Bleeding نتيجة المنسترويشن أو حتى من غير المنسترويشن عشان البليتليد الـ Current Infection عشان الليكوسيت الكاونت بتاعه قلب يبقى فيه حاجات في الـ Hymatology انت هتلاحظها في المعمل وهو هيشكي لك منها طيب دي صور بس عشان أقوي الريك ده منظر الـ Mirror Rush بص قد إيه ممكن يبقى رزد وعنيف ومش دي ما انت شايف كأنك جايب بحتة سلصال أحمر حاطتها على وش العيانة الحاجة الكاركتوريستيك إنه نيزولوبيا الفولد Spared دي من حاجات الـ Very Characteristic الـ SLE يعني البطشة الحمراء هنا وهنا إنما هنا Spared دي منظر تاني حاجة أخف شوية اللي انت هتشوفه في عينين كتير ده منظر بتاعه الـ Mirror Rush وزي ما انت شايف الـ Mirror Rush Spared ماشي ده منظر الـ Discoid هو هو عامل زي Mirror Rush بالضبط في نفس الأماكن و Sparing الـ Mirror Rush لكن Crusty مأشر واخد بالك وتحس إن هي ما هيش سموز زي دي ولا دي تحس إن فيها Elevated more raised lesion واخد بالك إزاي وإنها كأنها مش سموز زي المنظر ده ولا المنظر ده المنظر ده هيتروجنس وفيه Babular Lesion اللي خده سكن وفيه كمان Crust formation العينة ممكن تجيلك بماوس ulceration وما بتشتكيش منها هي مش هتشتكي منها غير لو باقيت Secondary infected واخد بالك إزاي هتقولك بتوجع لكن انت بتفتح بقها تبص تلاقي المنظر ده وده اللي بيفرقها عن المريض بتاع البهشت مرة بهجة اللي انت بتسمع عليه العين بيجي يقولك مش عارف هبلع نار في حرقان ومش قادر وسقف حلق موتني تفتح تبص تلاقي ألصر زي دي انما بتاعت اللي انت اللي بتفتح بقها عشان تشوف ماذا كان بالبور الربشنور تفاجأ او منيليا تفاجأ بالمنظر ده خلاص يبقى الماوس ألصر دي بتبقى بيلس فعينين اللي طيب ده منظر الألوبيشيا والألوبيشيا ممكن تيجي تاخد كل الشعر ممكن تاخد حتة من الشعب ولكن اللي بيميزها النانانسكارين خلاص ده حاجة اسمها جوتروباتشيز يعني ايه ادي بوتشا حمراء بوتشا حمراء زي ما انت شايف موجودة فين في المسافة ما بين الناكلز يعني ما بين الميتاكاربوفالنجية والبروكسبر انترفالنجية اللي تبقى موجودة يعني عالبون لكن ما تجيش على الجوينت طب ايه الفرق من ده لما ان شاء الله بإذننا نقول المحضرة بتاعت الدرماتومايسايتس هتعرف الفرق ان الدرماتومايسايتس بتحب بتيجي على الجوينت لكن بيبقى فيه هنا دي موجودة بيبقى فيه ما بين الجوينت والجوينت الجوينت نفسه مبيض لكن قدامه وورا محمراء هي البوتشا الحاملة اللي اسمها جوتروباتشيز طب وما الايه دي بقى دي اللي انا بقولك عليها اسمها اللايفيدو اللايفيدو يعني ايه بالضبط عبارة عن زي ما نكون لابس شراب شبكة او شراب واخبالك ازاي مفرغ من النص وعبارة عن زي الشبكة بالضبط الشبكة الصياد ادي واخبالك ازاي انبتوين تبص تلاقي هنا اللون بتاعنا غامق وهنا اللون فاتح غامق فاتح وهكذا دي اللي احنا بنسميها اللايفيدو واخبالك ازاي بتبقى زي شبكة بالضبط هي خلاص البريفري بتاعته بتبقى لونها ضركة عن السنتر ماشي دي من الحاجات اللي بتبقى مميزة لكن ما هيش كاركترستك في الاسل اي بتحصل في مليون مرض لكن بموجودة في عيانين الاسل اي بكفة ماشي طيب لغاية كده في اي اسئلة عن الاسل اي يا جماعة عايزين نسأل عليها دكتور هو يعني ايه سكارنج الوبيشيا سكارنج يعني سايبا سكار واخدبالك ازاي دكتور ابصي هنا انتي شايفة اي سكار في راسها لا شعر واقع فيه ألوبيشيا فيه ألوبيشيا طبعا فيه نوع ما هي نوع الألوبيشيا اللي ملهاش دعوة باللوبس بتبقى سكارنج ألوبيشيا زي الناس اللي بتجيلهم بعض الحاجات للأمراض الجلدية واخدبالك ممكن تسيب حتة زي الألوبيشيا ارياتا كده تسيب حتة سكاري واخدبالك ازاي ما بعمموش فيها الشعر طيب بص تلاقي شعر حواليها والحطة دي زي القراء عارفة اللي هو اسمه ايه بالنجليز هي الألوبيشيا ارياتا واخدبالك ازاي وفيه نوع من أنواع بنفجاس وفيه بأنواع الفانجل انفكشن بتيجي تاكل الشعراية واخدبالك يا دكتورة بالهيل فوليك نفسها فيبقى الهير نفس الاسكالب نفسها ما فيهاش اي منفستشا واخدبالك بينما حواليها الشعر نامي فتبقى ارياز فاهماني هنا كله تقريبا هنا كله تقريبا شعرها واقعة واخدبالك ازاي الشعر كله تقريبا واقعة شايفة فيه حتة فيها سكار أو فيه دي بريشن أو فيه حتة مميزة ما فيهاش خال الشعر والباقي حواليه فيه شعر شايف المنزق شكرا يا دكتور طيب نيجي بقى الاسكليلودرما الاسكليلودرما يمكن كلكم بتسمعوا عليها واخدبالك نعم دكتور دكتور في السيستيمك لوبس مفيش ديفورمتيز لا الديفورمتي اللي موجودة في السيستيمك لوبس يا دكتور اسمها جاكود ديفورمتي يعني ايه جاكود يعني العيان يجي لك بديفورمتي اذاك بتاعت الروم disregard تروح فردها تتفرد بتاعت الروم ديفورمتي على مستوى كنتوا عرفوا كده ان السي لي ما بيعملش لكن لو أنا عايزة بأكلم حد أصدر أقول له يعني نصف المئة من الحالات ممكن يبقى فيهم إيه إروزف أرثريتس وتبقى ديفورمتي ماشي لكن على مستوى البكالوريوس أنت تعرف أنها جاكود أرثريتس which is correctable ديفورمتي ماشي يا دكتور تمام شكرا طيب بالنسبة ل دكتور ممكن شكرا اتفضل حضرك هو يعني المستو كومن سيستم في الإس إليه هو الـ CNS والأورينا ديها واحدة درما يا عمي الظبار ديها وفي ايه شكرا حد فتح الميكروفون طيب أنا ما حضرتك ما حضرتك يا دكتور دكتور هلا الماركة عنا حديك تأفل دكتور دكتور سيحضرك مش واضح طيب كده سمعيني هاي سمع حضرتك الفضالي طيب خلاص سانية واحدة يا دكتور بس عامل السلايد كده سمعيني هاي سمع حضرتك كويس بص يا دكتور عشان تحفظها درما سي ان اس كيدني دول اكثر ثلاثة أورجان انت هتشوفهم الهيماتولوجي هتشوفه بس مشكلة الهيماتولوجيا العين جالك بسيمتونز يانت اللحظتها في اللاب ولما بيجيلك بسيمتونز ممكن تبقى فيك زي الهدك والماليز والانوريكس مش عارف ايه بتاعت الانيميا خلاص او يجيلك بحاجة تخطبك بقى بستاكسيز وبليدن جامز واخب بالك وبربوريك إرابشن نتيجا البليتلت وقعت ماشي او يجيلك بريقارنط انفكشن واخب بالك ولو ما خدتش بالك وطلبت له السي بي سي يبقى انت ضيعت العيام لان ممكن يكون انت السبب في الليكوبينيا دي ليه انت السبب انت عملت تدير أمين وصابريش انا مش واخب بالك من ماشي يا دكتور بس فاحفظ درما سي ان اس كيدني درما سي ان اس كيدني هي الحاجة سبيسيفية في الدرما يا دكتور عشان بس مخدش بيليك ان لاتو اتنبايبش صور قدامك اهو يعني الميل الراش ايه ايه الميل الراش الديسكويد راش البينلس آلسر الالوبيشيا الجوترون باتش واخب بالك بس الجوترون باتش دي مش سبيسيفيك لانها ممكن تيجي في الدرماتو انما انا ملاقي المنظر ده واخب بالك في عيان SLE في عيان جيلي مشارع كده اما الاقي المنظر ده واسألها لما تتعرضي الشمس تقولك اذا يا دكتور الفراشة دي دي اسمها الفراشة ما تجيشها لما اقف الشمس او في الصهد بتاع البوتاجاز واخبالك ازاي او انا قدام الفرن لو فلاحة فهمتني افهم تمام شكرا حضرت شكرا العفو في اي اسئلة تاني في اسئلة اكمل يا جماعة ولا ايه طبعا يا دكتور اعم نيجي بقى السكريو ديرما السمتوم ساعة السكريو ديرما برضو هيدكو في فروماليز اللي انت عرفتهم في الروماتولجي كله هيجي بنفس المانفستيش لكن في حاجات كاركترستيك بقى ايه الحاجات الكاركترستيك تيجي الست في بداية المرض خالص تقولك في بافنس في الهاند والفيت وهواريك منظر البافنس ده تقولك ايدي بافي تقولها طبعا يا ناكي تقولك لا عنايا ملهاش دعوة خالص تقولك ايه تقولك لا يا دكتور ده ليل ونهار مورمين ورحت لدكاترة عملولي فحص وقالولي الكب سليم كلا سليمة القلب سليم الرئة سليمة وما عارفونيش خلاص ده ممكن يكون بداية المرض ولو انت سيادتك ما عرفتهاش وهي مشي تلعيانة بعلاج نان سباسيفك هتجيلك بعد شهرين ثلاثة بالديفورمت اللي انت هتشوفها دي خلاص يبقى مهمة قوي 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 انك تبقى عارف ان من اسباب الاديمة بس النان بيتنج اديمة خلاص في القبر واللور ريم بالذات الهان ده نفيت من غير اي ومن غير اي رينال منفستيشن من غير اي كاردياك منفستيشن من غير اي تشست منفستيشن ولا هيباتك منفستيشن خلاص والعيانة عملت كل الانفستيشن بيقولوا دول سلام لازم تفكر في الاسكليو ده خلاص طيب ممكن بقى العيانة خلاص بقيت نجلكتب محدش خد باله هتجيلك بطاية سيك اذنانت سكن وماسك لايك فيش اللي انت هتشوفه ماشي وممكن تجيلك بمالتبور ريد سبوت سبتتبقى موجودة على الفيس والماوس والهاند والفيت والجي اي تي وهتشوفهم برضو العيانة ممكن تجيلك بإكسسف كالسام ديبوزيشن موجود في السكن اللي هي كالسينوزيس تجيلك بالرينوتس فينومنة اللي انا قلتلك عليها ودي اكتر عيانة ممكن يبقى الرينوتس فينومنة فيها عنيفة وتبقى هي الأرلي منفستيشن أوفزا ديسيز لسكليرو يبقى خلي بالك اللسكليرو من الامراض اللي ممكن البداية شوية إديمة مع الرينوتس فينومنة ولو ملقى الطهاشي ضعت العيانة لسكن ممكن يجي هايبو هايبر بنتيشن وهو الرهالك ممكن تجيلك بالألسريشن بقى في الفينجر تيب والطوز ومعنى كده انها حالة نجليتت ممكن تجيلك ببين وستيفنس في الجوينت وجوينت كونتراكشن يعني يجي لها شوية أرثيرالجيا أو أرثريتس واخبالك ازاي يعني الجوينت ريد وقصدي هوت وسوال وتندر زي بتاعت الروماتويد ونفس أماكن الروماتويد واخبالك ومع ذلك مفيش مورنج السيفنس ماشي فانت ما تحجرش دماغك وتقول لا ده هي الروماتويد لما تفتح بقى وتفكر خلاص بعد كده ممكن تجيلك بجي اي تي بتشيست مانيفستيشن ممكن تجيلك بكارديك مانيفستيشن سواء إن كانت بقى بيا الديسنيا والنقنونة ديسنيا والأرثوبنيا والبالبتاشن واخبالك ممكن تجيلك بهاي بلاب ريشور تقولك ده أنا من ساعة مأدية ورمت يا دكتور وابتدى بقى الزرقان دقيقة ويقولولي بتي عندك ضغط ماشي ممكن تجيلك بجي اي تي مانيفستيشن ودي أكتر واحدة فيها جي اي تي مانيفستيشن بعد السيستيم كلوبس واخبالك لأن دول بيبقى ليهم مشاكل كتير جدا في الجي اي تي أهمها اللي بيحصلهم الأكاليزيا خلاص فيبقى عندهم هارت بين وعندهم ديسفيجيا وضيارية وومتين بيبقوا يعيني عناف الويتلوس طبعا والفاتيج اللي احنا قلنا عليه هيرلوس ممكن يبقى موجود في الآخر ماشي رينا لوكارديا كوتشيست مانيفستيشن لانا لسه إي لهم لك دلوقتي طيب السور بقى المنظر ده هو ممكن يكون بداية المنظر بتاع العيانة واخبالك بس ممكن تبقى مربافي عن كده ماشي شايف لو تلاحظ ان كل سكين كريز اللي هي ربنا خلقك بيها اي واحد فينا عجوز مش عجوز عنده شوية سكين كريز كده بينين علامات في الجلد واخبالك ازاي دي بقى بيبقى الجلد ممسوح وارم ماشي لو تثابت حيبقى بعد شوية هيحصل المنظر ده تثابت بعد شوية هيحصل لك المنظر انت شايف ماشي يبقى السكين سيك وطايت وآدرنت ازاي لما انت شايف كده وابتدى يحصل نتيجة اي خطة تعمل ومن غير خطة انت لما تخلص جلد مجدود على عضماية والبلوتسة بلاي يقل شئبة دي هيبتدي يحصل نكروزس وبعد كده وابعد كده التعويلة دي هتقع وتثاب حفرة ما بتخفش وساكن الانفكتد وهلوم مجر وقص وهم كبير ده منظر بيوريك السكين نورمالي السكين بتاعك اسبانشابل لكن بتاع السكينوديرما لما تحاول تجيب فولد من السكين عشان تجيب سكين وصفكي صعب جدا خلاص لان السكين سك طايت خلاص يبقى الست ممكن تجيلك بالبوفنس ده انت ماخدتش بالك بعد شوية جيلك بالمنظر ده مفيش فايدة مش عايز تاخد بالك هتجيلك في الاخر بالمنظر ده منظر الهايبر بجمينتشن والهايبر بجمينتشن اللي انا بقول لك عليه في الاسكين بيبقى المنظر ده واخبالك وبيجينا عيانين اول برزنتشن لهم لان هي كتي عيني بتشتكم الإديمة والدكتور سابها وصلت لهذه المرحلة الاسكين بقى سك وطايت وآدران وهايبر بجمينتشن بقت المنظر اللي انت شايفه دي فورم يعني بقت مشوهة معنا صح طيب الفيشز اللي انا بقول لك ماسك فيشز بص الفيش مفيش اي كريز شايف اي كريز مفيش خالص الوش مسموح ومشدود جامد وهي الست نفس من ضمن الناس الانتليجنت اللي الواحد تتعلم منهم تقول لك جلد دق علي جلدي دق علي واخبالك لان الجلد مشدود تهمتني ازاي فدي من الحاجات المهمة الجلد المشدود دق واحد تنسى الاسكليرو وتبص تلاقي المنظر اللي ده ما انت شايف الماسك فيشز وحتى حوالين الماوس ساعات بتلاقي فيه شوية كوريجيشنز كده واخبالك ازاي من كطر ما الاسكن هنا في الحتة دي سيكن دي وده المنظر اللي موجود واتهيالك انها واحدة عجوزة هي مش عجوزة هي صغيرة ماشي بعد كده المنظر اللي انا بقول لك الريد سبوتس اللي انا سمت هلك تلانجيكتيزيا دي اسمها ريد سبوتس كده دي اللي بتبقى موجودة وممكن تبقى موجودة في الطنج اي يعني يا دكتورة ما تبقى موجودة لأ هي مش خطورتها اللي موجودة في الفيس والطنج الخطورة اللي موجودة يا سعادت الباشا في الجي اي تي ليه بقى لان الست دي هجيلك بآين ديفيشنسي آنيميا وتفضل ترف وهي تلف وتديها حديد وما فيش فايدة من الحديد لغاية لما يجي دكتور يقول لها طب اعملي بنظار يكون هايلي انتليجنت يقول لها ما هو اللي باين في وشك واللي على لسانك هو اللي في الجي اي تي وهو اللي بيخر مجرد ما بتاخد اللي تريب منت بتاعه واخد بالك ازاي الارجون سيربي تبقى زاي الفل ماشي ولا تحتاج حديد ولا تحتاج دم ولا تحتاج تلف على حد تاني يبقى خلي بالك عينة الاسكيليو ديرما اللي جايالك بالباتشز اللي موجودة دي والباتشز دي ما بتحصلهاش بلانشنج لما تدوس عليه ده مش قرس نموس وبعدين حتى لو انت شكيت في التشخيص افتع بققها وشوف لسانها وشوف بققها من جوه لقيت البقع اللي موجودة او الباتشز دي موجودة الريد سبوتس دي على اللسان وعلى البقع من جوه يبقى زاي قرس نموس بالبديهة ده مش قرس نموس بقى خلاص فبالذات والأدعى اللي عينة دي لو جايلك أنيمك اوعى تنسى تعمل منظر لانك هتلاقي نفس دول موجودين في كل الـ GIT من أول الأوسوفيجس لغاية الإنس ودول بينزفوا بمنتهى البساطة ويعمل لك سبير iron deficiency أنيمك خلاص العينة لو بقت نجلكت ده المنظر اللي انا قلتلك عليه من قطر الإهمال وانت مش واخد بالك يبتدي يحصل ulceration زي ما انت شايف كده وتبجنجرين لأن العينين دول بتوع الـ Rhino's Phenomena اللي هي المنظر اللي انا قلتلك الإيد البيضة وبعدين بتزرق واخد بالك زي ما بعدين بتحمر وزي ما انت شايف ممكن اتنين في نفس الـ ماشي المنظر ده لو انت سبت وعمل يتكرر 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 مع الوازوس باس بالنتيجة هي ماشي كويس الكالسينوزز زي ما انت شايف فيه كالسام ديبوزت دي لو الحتة اللي هي بينة وحتى بينة ان راسها مبيضة شوية دي لو انت دخلت فيها ديبوز هيطلع لك تشوكي ما فيها والستة نفسها تقولك دي بتهرشني ساعات او انا اقول ايه اللي طالعلي ده اروح دايس عليها يا دكتور بتطلع لي حاجة زي التبشير خلاص يبقى ما ننساش المنظر ده يا جماعة وما ننساش ده اللي هيبقى اندستيج بتاع الاهمال بتاع الرينوس فنومنا المفروض العيد اللي معنا كده بيضت يبقى حصل وما زرقت ده من الانوكسيا وبعد كده بيحصل واخد بالك في البلاتساب لاي تاني وابتدى يبقى ايونها محمر والستة جاية تشرح لك وتقول لك بتبيض وتزواء وبعدين تحمر وانت مش وعيز تاخد بالك ومش عايز تعالج ومش عايز بتبقى في البادي كله كله إلا الباك واخد بالك الباك من الحتة اللي احنا ما بنهتمش بها في السكيلير وانه في حتة في الباك هي ربنا عاملها سك وطايت وادها سكين تمام لكن مثلا الابرلم كله حتى الالبو وكريس وكده كله حسب نوع السكيلير ديرما قصد دي مش محضرة نظري يعني دي مفروض انا بقول لك سكيل ديرما في حالات بتعدي طبعا في حالات بتعدي انما لمتد ممكن ما يعديش ماشي يا دكتور يعني فيه نوع حاجة اسمها لمتد وحاجة اسمها ديفيوز سكيليروس خلاص المعلومة المهمة يا دكتور قوي ان العين اللي بجيلك ببوف نصف الابر واللور لم يخلي بالك بعد ما تكسوكلود الهارت واللانج والكيدني ارجع وقل لعين لا انت محتاج بايوبسي انت مجرد ما بتاخد بايوبسي ودكتور الجلدي يقول لك منظر ده ساسبكتر ديرما يقول لك ديرما باسولوجي يعني يقول لك انه لا المنظر الهايلي ساسبكتر ديرما وابتدأت العلاج الامين سابريشان بدري انت بتحمل عين من كل اللي انت شايفه ده واخد بالك ازاي يعني هي كلمة واحدة منك صح فرقت مع العين 360 درج خلاص طيب في اي اسئلة طيب انا بس كنت عايزة طيب واحد ابتدوا واحد واحد طيب اسأل ولا حد عايز طيب احنا في القطوب او انا في القطوب وما اخدتش طبعا الحاجات دي نظري وبالتالي انا مش فهمة حاجة خالص وبجمع بصعوبة بصراحة بلس انه انا كل حاجة عايزة انا اصلا مش عارف فرق لحد دلوقتي مبين اسأل اي ومبين اسكليو درما ومبين رماتو كلهم بيحصل فيهم رينويد كلهم جي اي تي كلهم سيا ناس وفي كل حاجة عايزة اسأل حضرتك دب دبي بيحصل ليه بس انا عارفة ان دي محضرة عملي بس صراحة انا شامح هيا احنا احنا نجمع حضرتك الكريتيريا بتاع لمرض معنى التاني يعني لما اقول لك دلوقتي يا دكتور اللي بتقول حالك مش فاهم حاجة لو قلتلك المرض اللي مشهور فيه الارثرايتس هتقول لي مين كلهم بيحصل فيهم ارثرايتس لكن انا قلتلك بداية الكلام ارثرايتس يبقى مين بس لو قلتلك العيان لا مش SLE انا ما قلتلك ديفورمتي في SLE حد يرود يا جماعة بس دكتور ممكن بس اوضح لهم حاجة اه اتفضل اتفضل يا دكتور اه لو سمحت يا دكترة بالذات بتوع FUR1 او FUR2 او الناس اللي لسا ماخدوش فرمتولوجي دكتور محمد عايز بتاخدو بات clinical background كده كده بس اه المحاضرة دي معاك والغاية ما تتخرج لكن مش هتمتحنوا في الديتيلز دي يعني انتو بالنسبة لكم كأنكم تبتاخدوا overview لكن الكلام ده مهم جدا لسنة 5 لسنة 6 اهم ناس اللي هم اخذوا الحاجات دي لكن انتو تعرفوا بس الحاجات دي كclinical بس background كده طيب هي بس يا دكتور احمد هم الفكرة برضو انه ماشي هو background وكل حاجة بس على اقل يبقى خارج من المحاضرة فاهم لما قولوا عيان mainly joint هيا اللي تتأثر يبقى ده يبقى روماتويد عيان skin بتاعه هيددهول يبقى end stage يبقى this is scleroderma عيان ممكن اي ارجان يتاخد بس الاكتر cns والderma بتبقى lesions ما بتعمل deformities خلاص والkidney يبقى systemic locus ماشي يعني دي المعلومة كلام واضح جدا ومبسط لا عشان هما صغيرين مش عارفين لا هما مش عارفين لانهما الموضوع من نسبة لهم برضو لو هما لسه ماخدوش نظري خالص ايبقى صعب عشان ما نرغبهمش بس لا هما يحاول يسمع اه يعني هو بس يا دكتورة اللي سألت يعني بص يا حضراتك هالد الفكرة تباروالد دلوقت طيب انا بقول يعني احنا 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 مش اكبار يعني احنا مش حنشوف ده الراواند الجاي هتشوف يا دكتورة صاين اه دكتور محمد اي اه اه انت مش مكتوب تفهمي غني تبصي على الصين وتحفظيها كلنا لما كنا بنحضر الجلدية يا دكتورة ما كنا بنبقى فاهمين قوي لكن كنا بنبص سبوتينج واخد بالك المنظر دي دسمه ميلر راش دسمه الوبيشيا دي اسمها نضيون واخد بالك ازاي لما بدرس النظري بقى اه والله اذا انا شفت الوبيشيا دي كان منظرها كذا فعلا واخد بالك هو الفكرة بس ان انا بفتح عينيك على الموضوع ان حتى وانت مفروض سنة كام فور اطول اللي هو انا النظري لكن بيبقوا عارفين الكلينيكال باكجراون انه ده يشوفوها كلينيكال فاهماني يعني انا بقولهم المحاضرة الكلينيكال زي ما انا بقولها لكم كده ويجي شفت سبوتينج على العيان واخد بالك وبعدين النظري لما بييجي ودايما الشطارة ان تخلي العيان يفكرك بالكتاب مش الكتاب اللي يفكر بالعيان فاهماني عشان كده انا محبيتش المحاضرة تكون نظري قدما تكون بس كلينيكال زي ما الدكتور محمد طلب او يعني زي المفروض ان احب نعمل فارشة كلينيكال فهل ما عندكيش بقى يعني الحتة اللقطة بتاعت انه الروماتويد ميلي جوينت واني لو سبتها تبقى دي فورمد دي ما خدتهاش او يعني قصدي ما حاولتش ما عارفلش تجمعيها مني لا في حاجات اساسية قادرة تنور في ذهني بس كمان حضرتك قلت مثلا في الاسئل ايه انحنا بنلاقي فيه رينويد ببقى مع في كل امراض الروماتويد فيها رينويد بس في عيانة ترعيبك زي ما انا قلتلك لما جيلك بسكن ورينويد خلاص جاية ما بتشتكيش غير من بافنس ورينويد ماشي كل عيانين الروماتولوجي فيهم جي اي تي لان كلهم بياخدوا نون استيرويد بس مين اوحش واحدة الاس اللي عشان بتاخد جي اي تي بتاخد استيرويد دوس كبيرة لكن مالسكلير ويحشل ان المرض ده بيأكل جي اي تي وبيأثر على المرض نفسه بقى مش استيرويد المرض نفسه فاهماني فمعنى كده نجد داخل في الامراض لان في حاجة اسمها كمان overlap syndrome يعني انا ممكن ابقى sly وجين sclero واخدبالك ازاي دكتور هذا هو الترتيب العكسي للشرح ده يعني هيطلع حاجة هطلع في النهاية بحاجة هعرف اعمل حاجة هتعرف طبعا بص يا دكتورة كل مكان الواحد بيشوف science science بتخلي الصور بالذات اكتر من الكلام عشان كده انا بتعمى ده صور واخدبالك سواء العيان مرسوم او صور واضحة بحيث ان لما شوف ها دايما يبقى الذاكرة بتاعتي انا شفت المنظر ده في كذا فاهماني ازاي لان في حاجات انت مش هتشوف فيها كل العيان ده مش سكليرو العيان ده systemic loops وتبقى صغيرة ومصرة على الكلام اللي انت بتقول صح ولما تشوف المنظر ده واخدبالك ازاي وتقول العيان دي سكليرو ده الما يا جماعة مع ان العيان مكانتش متشخصة هي سكليرو ليه قلتي كده السكني اللي اللي بيلمع اللي تقول انا جلدي جلدي وش يا دكتور مشدود واخدبالك وانت بتهقلك انها بتهزر تقول لأ انا جلدي مشدود وتبقى فلاحة ما هيش بقى لا حط مكياش ولا غيره ده هي بتقول وش جلدي مشدود ان ما خديش بالك من الكلمة دي فقات العيان فيهمتين يا دكتور ايه الفكرة يعني حضرة دي النكتول قطي مجرد النكتول قطي اللي جاي ميل بجوينت يبقى روماتويد اللي جاي بأديمة واخدبالك ازاي رينوت فينومن او رينوت ميل تتوقع ان غالبا هيبقى سكلير اللي جاي بمالتي سيستم افكشن مع الميل الراش يبقى ده سيستم كلوبس خلاص بالذات لو في ميل وصغيرة في السن كده غالبا بيت صغيرة 12 سنة 15 سنة وهي ده السن بتاع الاسل بيحبه قوي فاهماني ازاي اه تمام كده الموضوع وصل طيب دكتور كان عايز يسأل برضو تفضل يا دكتور اسأل دكتور كان كنت عايز يسأل في السكليودرما حضرت قلت بيحصل في الاول بيبقى يعني حاجات بيحصل بيحصل ازاي ازاي بيعمل شست وكاردك افكشن لأ مش فاهمة ايه حاجات اللوكة بعدين سيستيميك يعني بيعمل السكليودرما بالسكليودرما مشهورة جدا في الجلد ازاي دكتور البرسولج اللي بيحصل في الجلد هو اللي بيحصل في كل الورجنز انت متخين يعني اللي بيحصل في الهارت هو اللي بيحصل في الاسكن هو اللي بيحصل في القصوفيج هو اللي بيحصل في الانتستن عشان كده بقولك المرض ده بيحب ال جي اي تي اوي وخبالك ازاي فبيحصل انفلاميشن والاندستج فيبروزيس في كل حتة في كل حتة مشكلة السكليودرما لما هتاخده النظر بتاعها فيبروزيك دي سيز الاول اللي يبتدي انفلاماتري اوتو اميون والاندستج فيبروزيس ماشي فاللي حصل في جلدها هيحصل في قلبها هيحصل في الكئ في الانتستن واخبالك ازاي في الاسوفيج ويجي لها اكاليزيا والول يبقى واخبالك ازاي لان الول ده ما بقاش فيه كل ده بقى نزلة تخينة ومقفولة من تحت والانتستن كلها برضو نزل الكاركتر بتاعتها والكلام ده كل ده بقى نزل ما بقاش فيه اناتو عشان كده بيحب الحتة دي واخد بالك إنما الاسل انت اللي جايبه المشكلة انت اللي جايبه المشكلة زي انت اللي بتدي استيرويد وران استيرويد واتديش بروتيشن مثلا واخد بالك بتدي امون vistoبريشن فبيجي له انفكشن لكن دي جزء من المرض الاسل اي ده جزء من المرض جي ايتيي منفستيشن ماشي المشكلة مشكلة كلنا بنكرهها الحقيقة لانها الاندستيج because فايبروتك بروسس. فايبروتك بروسس ما بيرحمش اي حتة. خلاص. واللي بترسوف العين الانتك أو العين ليت سكيليرو بتلاقي عبارة زي الموميا. واخد بالك ازاي? موميا بس. حاجة متعبسة ومتحجرة. تمام تمام. لغاية كده الكلام واضح ولا مش واضح الدكتورة اللي كانت زعلانة قوي. بسمية يا دكتور. لا واضح هادريش راح حضرتك. يعني بس عشان معانيش نظري. لأنا عايزاك تلقطي الساينز يا دكتورة وتلقطي الكلام. مش مهم النظري. بصي حبيبتي النظري بيجي بعديين. لكن انا لو انا بسيط على الصور ومن كتر ما شفت او الله ده قالت كذا. ده قالت كذا. ده منظر انت نفسك وانتي ده سانة ربعة هو. انت ممكن تخشي على عين تفحصيه تقول يا جماعة ده عنده رينزو. انت شواردين بالكو. انت متخيلة. لانك شفتيها. تهماني ازاي. دي من الحاجات المهمة. بصي على دي وتقول يا جماعة ده فيه كالسينوزيس. انت مشواردين بالكو. ده فيه حتة فيها كالسينوزيس هاي. عرفتها منين من عرفتها اني شفتها قبل كده. تهماني. ابص على ريد سبوتس اللي موجودة على الطنجة. اقول لهم خلي بالكو. ده عنده تلانجكتيزيا. عرفت منين انت ما عرفتها لاني شفتها. تهماني. هي فكرة اني شفتها دي مهمة او في الطب. ماشي يا دكتورة. نيجي بقى لرخم شوية الانكيلوزينج سبوندرايتس. الانكيلوزينج احنا نحاول نبسطه. المشكلة الانكيلوزينج سبوندرايتس هو بيجي في الفرتبري. ماشي. هو ده دي سيز بيحب الفرتبري قوي بعد. ماشي. مشكلته ان هو بيعمل انفلاميشن في الانترفرتبري ديسك. وفي الاخر بيحصل نتيجة او الاند ستيج اس فيوجن وفيبروزيس. وخلصت القصة على كده. ماشي. هو دي سيز بيحب الفرتبري الكولوم قوي من اوله الاخره. الحقيقة ما بيسبش حتة. انا قلت لك الروماتويد يحب السيرفايكل ويكره السوراسيك واللمبر واللمبوسيكرا والساكرويليك. ملهوش دعا بيهم. ما بيحبهمش. انما بقى الانكيلوزينج يعشق السيرفايكل ويعشق السوراسيك ويعشق اللمبر واللمبوسيكرا والساكرويليك. خلاص. اهم ما يميز الانكيلوزيج سبوندلايتس. المورنج السيفن بين طبعا والسيفنس. اللي هي بتبقى الصبح أوحش من بالليل. العين يقوم الصبح وكل جسمه. مش مفاصل ايديه ورجليه. كل جسمه. يقولك بالذات الباك يا دكتور. يعني يقولك ركبك يقولك الباك يا دكتور ضهري. واخبالك ازاي؟ ضهري هو المتيبس. بتاع الروماتويد ممكن يقولك كل متيبس. بس ضهري ممكن. اه لا ضهري ممكن افرده واتنيه وحرك لده. لكن ايديه ورجليه متيبسين. بتاع الانكيلوزينج سبوندلايتس يقولك ضهري زي العمود الحطم. واقف لا يتني ولا يتفرد. افضل كده ساعة. اتنين. ممكن طول اليوم. واخبالك ازاي. وممكن يعني وحس كده فعلا. صحيحنا بنقول اكتر من ساعة. لكن هو ممكن يكون اكتر من ساعة بكتير. ماشي. فدي من الحاجات الاساسية بقى في الانكيلوزينج. ان الراجل بيحس ببين وستيفنس. وماركد لميتيشن اف موفمت افكتنج الباك. يقولك الباك كله. ماشي. افضل كده الصبح كله. فين بقى اقوم مثلا تمانية. على الساعة عشر. احداشر. لما يبتدي ضهري يفك. واقدر اتحرك. ماشي. يعني واحد بيقوم من نوم تعبان. يبقى عندك في الطب اتنين بيقوم من نوم تعبانين. بتاع الروماتويد. مفاصل خارجية غير الباك هي الواجعات. بتاع الانكيلوزينج. ضهره متحطب. ماشي. لغاية كده الدكتورة الزغيرة فهمة. بتاعة سنة رابعة. جدا يا دكتور. حلو. ما تزعليش بقى عشو انت اسمك اي طيب؟ الشايماء. ماشي يا شايماء. طيب. العيانين دول ايه تاني من الحاجات المهمة فيهم. ان يقولك ان الباك بين زي ما اتفقنا. باطوك بين. يقولك البين ريفيرد للباطوكس. واخد بالك يقولك ده حتى يا دكتور المقعدة. بتوجعني وتبقى لقدرة تني اتحرك ولقدر اعود ولقدر انام عليها. بقى مش عارف اعمل ايه. ماشي. يقولك عظم سدري واجعني. خلاص. طب فيه اخر جوينت ممكن تتأثر. ممكن ياخدها الانكيلوزنج. اه الهب. ماشي. الهاند والفيت والهيل مش قوي. لكن الهب والسباين. واخد بالك ازاي من الحتة اللي بيحبها جدا. يبقى السباين والهب والساكرويليك جوينت بيحبهم جدا الانكيلوزنج. طب هو ممكن يكون في اخر جوينت. اه بس مش كومن قوي. ممكن تبقى موجودة. واخد بالك ازاي small joint of the hand ممكن تبقى موجودة بس مش كومن. ريس مش كومن. قلبه مش كومن. الني ما هيش كومن قوي. الفيت ما هيش كومن قوي. واخد بالك ازاي. لكن هو بيحب ازا ما اتفقنا السباين. ده بيعشاقه. والهب. طيب. فيه حاجة اسمها انسيسوباسيز. يعني ايه انسيسوباسيز. يعني الكلمة دي عباس عشان نفهمها. البون. المفروض انه عندك لجامنت او تندون. واخد بالك ازاي او كابسول. دول بيانسرت فين. في البونة. ماشي. الليجامنت بيانسرت في البونة. والتندون بيانسرت في البونة. والكابسول بتمسك في البونة. الاتاتشمنت ده اسمه انسيسز. ارتباط اي واحد سواء كان لجامنت او تندون او كابسول بالعظمة اسمه انسيسز. لو التهب واخد بالك ازاي هنسميه انسيسيتس. ايتس يعني انفيلماشن. خلاص. طيب انت عندك كام انسيسز كل حتة فيها تندون او لجامنت أو كابسول ممكن توجع الراجل ده ليه؟ إن هو بيحب الحتة دي واخد بالك فانت من أشهر الحاجات إيه عندك مثلا لاترال إبيكندايل والميديا الإبيكندايل فدول يعتبروا اللي هما اسمهم إنسيسز ماشي عندك التروكنتريك بيرسة دي إنسيسز واخد بالك إزاي؟ كل حتة بيمسك فيها لجامنت أو كابسول أو جوينت ممكن يجي يشتكيلك منه ويبقى الجوينت نفسه سليم لكن مكان الإرسلشان بتاع التندون أو الليجامنت أو الكابسول هو اللي بيوجعه خلاص؟ طيب النيورولوجيكال مانيفستيشن شئبة ديه طب أنا عمال أقول لك إن فيه كومبريشن كل لابسة هيحصل وفايبروزيس العين ممكن يجيلك براديكولوربين ممكن يجيلك براديكولوربين طبعا سواء كان في الأبرلم أو الأورلم ليه؟ إنت لما تفعص هو المفروض إن ما بين الفرتبري مش خارج النيرف طيب اعمل كومبريشن على النيرف هيجيلك إيه؟ هيجيلك براديكولوربين طيب الكارديوبسكول مانيفستيشن إيه ده يا دكتورة؟ هو الهرط بيتأثر؟ آه واخبالك قال لك إن المرض ده بمعاء انفلاميشن في الأورطة بيحصلهم أورفايتس وممكن يجي لهم أورطة كريجيرج دي أكتر حتة بيحبها الأورطة والأورطة كريجيرج بيجي لهم إسكيميك هارت ديسيز آه بيجي لهم إسكيميك هارت ديسيز لإن لقوا إن سعب بمعامهم كورونا لي أفكشن واخبالك أو ديسليبيديميا خلل في وظائف اللي هي الليبتز أو الليبت باتن بتاع العيانين البريكارديا والمايوكارديا ممكن يحصل لهم آه بس مش بالنسبة كبيرة يبقى لو أنا قلت لك الكارديوبسكول منفستيشن في عيانين الأنكيلوزن إذا بروميننت هتقولي لا هي ممكن تحصل لكن مش شرط إنها تحصل إنما في العيانين بتاع السيستيمي كلوبس دي لازم تحصل في العيان بتاع السكيلوديرما ممكن تحصل في الروماتويد ممكن تحصل إنما في الأنكيلوزن زي الروماتويد زي السكيليلور واخبالك ممكن آه وممكن لأ سيستيمي كلوبس واخبالك لما قلت لك إنها يبقى فيه مانيفستيشن بتاع الكارديك هتقولي آه ممكن تحصل كارديك مانيفستيشن واخبالك بس بتبقى مور كومان عم بتاع السيستيمي كسكيلوريوس وعم بتاع الروماتويد وعم بتاع الانكيلوزن طب لو أنا قلت لك может commun manifestation في كارديك مانيفستيشن يعني في الأنكيلوزن تقولي الأورطة لأنكلوزيجا دكتورة هل بيحب الأورطة جدا يعمل أورطايتس يعني إيه أورطايتس يعني في الأورطة نفسه واخبالك إزاي شوريان الأورطة يعمله ويعمل أكتازيا ويعمل أنيوريزم واخبالك أو يعمل أورطة ممكن يبقى إسكيميك هارت ديسيس آه ممكن يجيله إسكيميك هارت ديسيس سعاد يجيله بريكاردايتس ممكن يحصل لهم بريكاردايتس ممكن مايوكاردايتس ممكن مايوكاردايتس خلاص مشكلة الـ GIT منفستيشن ممكن تبقى سايد افكت من النانستيرويد اللي عمال يبلبعها عشان الانفلاميشن خلاص وممكن يبقى ساعات بيبقى معهم انفلاماتري باول ديسيز هو المرض ده بيحب قوي انفلاماتري باول ديسيز والانفلاماتري باول ديسيز زي الجوء زي الكرونز وزي الألسلاتف كولايتس بتحب الأنكيلوزك ديسبونتولايتس وخبالك يبقى فيه حتة بتأمراض بتحب بعضها زي مين زي ما قلنا عن الروماتويد بيحب مين الليفر بتاعه الليفر بتاعه جدا بيحب قوي البرامري بيليا لكولانجايتس والأوتو إمين هباطايتس يعني الروماتويد يا دكتور هلا اللي بيجبهم لأ هم بيجوا معا عشان بيحبه خلاص ونفس القصة في الانكيلوزن الانفلاماتري باول ديسيز بتاعشق الانكيلوزن والانكيلوزنج بيعشقه ماشي طيب الأوكلان المانيفستيشن من حاجات اللي ممكن تحصل في عيانين الانكيلوزنج الانتيروديو فيايتس لو تلاحظ في الاسكليلو ديرما أنا ما جبت لكش صرف العين لكن جبتها لك في الروماتويد وجبتها لك في سيستيمة لوبس وجبتها لك في الانكيلوزن خلاص يبقى معنى كده دي في بعض الأمراض الروماتولوجي هتلاقي العين بتنور كده شوية وفيه حاجات تانية هتلاقي العين فيها يعني مش مهمة قوي هي ما قلتناش عليها او ما لا فتتناش نظرها لها خلاص يبقى السيستيمة لوبس وروماتويد والانكيلوزنج العين مهمة فيهم ماشي طيب اللانج برضو من الحتة اللي يحبها قوي الانكيلوزنج يعني ممكن يعمل لك شوية ابيكال فيبروزيس ده آخر خلاص يبقى معنى كده الانكيلوزنج دي سيز أوف زابون هو بيموت قوي في السباين يحب الساكرويليك جوينت يحب جهيب جوينت الأورطة ممكن يتاخد واخد بالك ازاي الـ GIT يفضل معاه أو يموت في الانفلاماتري باول دي سيز نتيجة معاه ويتصحبه ما فيش اي مشكلة بالنسبة للأوكيلو المانيفستيشن ممكن يبقى معهم أنتيريو فيايتس اللانج يعني مش من حاجات الكومان قوي ولو كان فيه بقى شوية ابيكال فيبروزيس يبقى الدكتورة بتاعة ربع الدكتورة شايماء عرفت أن مش كله زي بعضه خلاص أن فيه امراضة هي فيه حاجات بتبقى ميزة فيها جدا وحاجات أقل بيزة من الامراض التانية طيب ده الاسبونديرو أرسروسي أو الانكيلوزن يعني زي ما انتشايف كل الاسباين والساكرويليك جون يحب مفيش حتة أنا قلتلك ما بيحبهاش كله بيموت فيه طيب هنبتدي بقى الجزء اللي هو ايه فيه التكات اللي انتم مفروض هتشوفوها في الإجزاميناشن الإجزاميناشن بتاع الاسباين يا جماعة الاسباين إجزاميناشن أنا هبصط لك الدنيا خالص لما يجي لك انت خلاص عرفت بداية الأمراض ده ولما أقول لك الاسباين إجزاميناشن يبقى أكيد الدكتورة هالا نفسها خلينا نعرف الاسباين إجزاميناشن عشان مين عشان اثنين مهمين اللي هما طب يا دكتورة هالا الروماتوية بيأخذ السراسك وبيأخذ اللمبر لمبوسيكرا ساكويلية never never and ever ألاس طيب نيجي بقى الموتيلتي of the spine السيرفايكال كلنا عارفين إن السيرفايكال الفيرتيبري بتعمل إيا جماعة فليكشن واكستنشن مش كده والروتيشن والبندي ده المفروض انت المطلوب منك إنك تعمل في الإجزاميناشن بتاع الاسباين فيه شوية حاجات كده تستات مهمة لو أنا بتكلم على واحد أنكيلوزيج سفوندرايتس دور هيكونوا specific لأنكيلوزيج سفوندرايتس ده منظر العيام في الآخر بيجي لك عامل زي الغوريلا attitude محني القدام ماشي العيام محني زي ما انت شايف بالمنظر ده إيه اللي حناه هقولك الفكر نورمالي انت عندك لوردوزيس على مستوى السيرفايكال سباين عندك فيه مفروض لوردوزيس سباين ولوردوزيس على لامبر سباين يبقى السيرفايكال واللامبر فيهم لوردوزيس والمفروض انه السراسك فيهم كيفوزيس هو ربنا خلقنا كده لوردوزيس كيفوزيس وعكشان كده شكلنا الجميل والبوزيشن بتاعنا الحلو وان احنا كلنا مفروضين والحمد لله يبقى لوردوزيس فوق لوردوزيس زي ما أنت شايف واللوردوزز ده يبقى لصت ماشي هذا المنظر بتاعه لغاية لما يمشي يعني عايزة أقول لكم أن فيه ناس بتيجي رأسها موجودة لغاية تقريبا لصت الفغد بتاعها ويمكن أكتر من كده متخيل العام ما إحنا إزاي ماشي يبقى اللي بيحصل في عين ممكن يبقى أنت المسؤول عنه أنك مخدتش بالك من الهسري بتاعه وعشان كده لما يجي لك عيام بيشتكي لك من أنه بيقومت صبح ظهر واقف زي عمود الحطب أو زي ما تحجر افتكر أيا كان العيام ده لازم تفكر في الأنكيلوزم طيب إيه بقى فكرة التست اللي أنا بقولك عليه دون اللي هو الأوكسبت والتست المفروض نورمالي أنت لو قفت لزقت رأسك في الحيطة واخبالك والهيل بتاعك في الحيطة نورمالي ما فيش مسافة إطلاقا ما بين الأوكسبت بتاعتك والحيطة ده النورمال ده لو أنت إنسان نورمال لكن لو أنت أنكيلوزم وده أول تست ممكن تعمله تكشب بيه الأنكيلوزم ييجي الواحد من دول قوله إلزق راسك في الحيط وإلزق رجلك الهيل بتاعتك في الحيط يبقى الهيل لزقة في الحيط والراس لزقة في الحيط خلاص لو لقيت في مسافة ما بين الأوكسبت وما بين الحيطة معنى كده العيام ده بتادي يحصل إيه نوع من أنواع الفلكشن واخبالك بدليل كده إن الأوكسبت بيعدت عن الحيطة جرب كده وإنت معاه في المخاضرة قوم يلزق راسك كده في الحيطة اللي وراك هتلاقي الأوكسبت بتاعتك لزقة في الحيطة إذا بعدت الأوكسبت يبقى أنت عندك مشكلة في السيرفايكال برتبري بتاعتك أو في السورسي برتبري فيه مشكلة خلت المسافة ما بين الأوكسبت والحيطة المفروض أن المسافة ملودة للحيطة أقل من 15 سن لقيتها 30 معنى كده أن فعلا جسمك بتدى يبعد عن الحيطة وما بنش غير لما أنا لزقتك في الحيطة بالأمر وقتلك تقف ظهرك لازق في الحيطة ورجليك لازقة في الحيطة وما تحاولش أن أنت تتني رجليك خالص ولا تحاول تعمل أي حركة خليك ثابت في مكانك لازق في الحيطة خلاص وقيس المسافة من الحيطة للتريجس بتاع القير واخد بالك إزاي طيب كلنا عارفين إيه تريجس بتاع القير اللي بنلبس فيه الحلق والحيطة اللي هي بتبقى برزة أو لو قيست حتى القير اللي بيقول بقى إيش من الاتنين صح سواء التريجس أو الحيطة اللي بتلبس فيها الحلق دي صح المسافة المفروض من الحيطة بتاعت الحلق لغاية الحيطة ما تزيدش عن 15 سن طب زادت يبقى معنا كده أن فيه يبقى دي أول اختبارين للسيرفايكال سباين في العيانين بتوع الأنكيلوزنج سبوندرايتس ماشي طيب بعد كده تشيست إكسبانشن تشيست إكسبانشن مفروض أنا قلتلك أن الأنكيلوزنج بياخد كل السباين ماشي تشيست إكسبانشن ده هكشفه إزاي هكشفه إن أنا هحط مزورة واخد بالك إزاي هحطها فين المزورة دي المفروض أنا بحطها في الفورس أرفع البريست كده وقيس المزورة واشوف المسافة أقول لها أخدي الأول والعيان عاملة دي بإنسبايريشن وبعد كده واخد بالك إزاي بتطلع الإكسبايريشن بتاعها واشوف المسافة أخبارها إيه صدرها بإنفليت قد إيه سواء الراجل أو السيست المفروض الإكسبانشن بتاع الشيست بتاعك كما أقول لها خد دي بإنسبايريشن أنت مفروض أكتر من خمسة ولو أسليت توصل إلى 13 سنتي انت متخيل لكن لو لقيت أقل من خمسة يبقى أنت معنى كده أن ابتدى يحصل لك المفروض الإكسبانشن بتاعك معنى كده أن فعلا في مشكلة موجودة في الإكسبانشن يبقى معنى كده السراث البرتيبري بتاعتك اتأثرت خلاص يبقى دي حاجة مهمة بلف المزورة يقيمة تحت البريست في الفيميل يقيمة عند الربل في فورس الانترقوستال خلاص وأروح حاطة أقول لعين خد دي بإنسبايريشن وأشوف المسافة بقى أبدأ إيه المسافة يعني المزورة وأنا بفيفها في الأول بعدين أقول له خد دي بإنسبايريشن أشوف المسافة بين الأول وهو قالم كده أو مطلع نفسه ولما فتح نفسه على الآخر وسعت لغاية كام المزورة طريت أفتحها لغاية كام لقيتنا ففروض أنا كنت بادية مثلا بتمانية خلاص وبعدين لقيت نفسي فتحتها لغاية 16 أو 17 لا يبقى الراجل ده أسليت لقيت التمانية هما التمانية واخد نفس مش واخد نفس هما التمانية سانتي خلاص يبقى معنى كده أن فيه مشكلة الراجل ده عنده ماركت لميتيشن أو موفمت بدليل أن أنا لما حاولت أقيس بالمزورة معرفتش طب ينفع عملها بإيدي ما ينفعش لازم بالمزورة لأن أنا عايز أقيس المسافة وأشوف ما بين واخد نفس وأنا مش واخد نفس المسافة دي أكتر من خمسة ولا أقل من خمسة ولا مجبتش الخمسة من أساسه طيب اللمبر سباين برضو من حاجات اللي هي تست كده سريعة ممكن أعملها العيان الأنكينوزيج بسرعة إيه هو التست التاني بقى نجيب اللمبر سباين نحن قلنا وقلنا السراسك فضل لنا اللمبر اللمبر فيه ثلاث حاجات إن أنا بوقف العيان ألزقه في الحيطة وأقول له رجلك في الحيطة خلاص وأخذ المسافة من صباعه واخد بالك لغاية الأرض أشوف المسافة دي كان بعدين أقول له وطي خلاص حاول تلمس أبعد نقطة في رجلك وطي للغاية ما تلمس أبعد نقطة في رجلك وقيس المسافة برضو من صباعه للأرض أشوف المسافة دي الفرق ما بين دي وما بين دي قد إيه لو الفرق أكتر من 10 سنتي بقى ده نورمال أنا بقدر أوطي وما فيش أي مشكلة وحلو جدا ما عنديش لميتيشن لكن لو أنا أنكيلوزنج وما عنديش الحركة دي لأن مع الأنكيلوزنج سبوندلايتس العظم متعبس ما فيش فلكسابيلتي وخبالك لقادر يعمل البندنج ولا قادر يعمل ديتني ولا أي حاجة خالص هو راجل بقى بتكتف فالحركة بتاعته عشان يعمل لاترالبندنج ويوطي عشان يلمس أبعد حتة من رجله مش موجودة خلاص فمعنى كده لما هو قيس المسافة من صباعه لغاية رجله أو لغاية الأرض وهو واقف عاتي بعد أن أقول له ميل وطي الغاية بتلمس أبعد حتة في رجلك وقيس المسافة من صباعه لأبعد حتة أرض بتاعه يعني المسافة لوصلها لغاية الأرض لو لقيت المسافة دي أكتر من عشرة معنى كده العين بقدر يوطي وقدر يجيب ده فيه ناس ممكن تلمس الأرض كمان لو هي العين دي رياضية واخد بالك إزاي وفيه ناس تقول لك لا خلاص توصل لغاية الماليولس وخلاص كده كويس لكن لو لقيت العين ما فيش فايدة المسافة من هنا لهنا ولما وطى المسافة من هنا لهنا زي بعضهم خلاص يعني أقل من عشر سنت إثنين زن الراجل ده متيبس ما بيتحركش خلاص الفكرة في الحركات دي كلها انك تكشف اللي عنده بيتحرك وانا بيتحركش انت عارف فيه موفمينت ولا ما فيش اختبار تاني سريع برضو ان انت تخلي العين تقول له وطي بحيث صوابع إيديك تلمس الأرض بشرط رجليك لازقين في بعض وركبك مفروضة خلاص كأنك هتقول سبحان ربي العظيم بس بشرط ركبك لازقين في بعضهم وصوابع إيديك تلمس الأرض واخد بالك إزاي وانت بتشوف بقى المنظر بتاع العين ده هل فعلا قادر يعملها أو لا نورمالي كلنا نقدر نعملها إلا لو واحد عنده ديسك خلاص لكن العين بتاع الأنكيلوزن بالكاد لو قدر يوصل لركبته خلاص أو يحصل له سيفير بين فيوقف التست يقولك أنا مش قادر ايس المسائل مش قادر اوطي يبقى أنا أكشف الراجل بتاع الأنكيلوزن من الأول بالسيرفايكل ألزقه في الحيطة واشوف المسافة من الأوكسبت للحيط في مسافة من الأوكسبت والحيطة يبقى الراجل ده عنده مشكلة في السيرفايكل خلاص أقيس المسافة من التريجس أو مما كما بلبس الحلق للحيطة المسافة أقل من 15 سنتي يبقى عنده مشكلة في السيرفايكل الراجل ده لفت المنظورة قلت له خد نفس جامد واخبالك وشفت المسافة الأول قبل ما ياخد النفس بلف في كم سنتي وبعد ما ياخد النفس اتفتحت ولا ما اتفتحتش هاقدركش في السيرفايكل اللامبر أقدر أخلي عاني وطي بطريقتين يا إما اللاترال بندنج يا إما أني فورورد بندنج خلاص إن صوابع إيديه كإني هيقول سبحانه ربيع العظيم لغاية كده الكلام واضح ولا ريخم ولا اي يا جماعة دكتور موناها الخبران دول نعم اللاترال لامبر والفينجر يعني سريعا بس يعني ما تخيلتوه مش كويس بس صحيح بص يا دكتور اللاترال لامبر دي العين واقف هو لازق في الحيطة حلو؟ المفروض هيئس المسافة من صوابعه من صوابعه البيد الفينجر ها هو لغاية الأرض قول طلعت مثلا 50 سنتي ماشي؟ اه اقول له اعمل بندنج اتني نفسك ميل بحيث صوابعك ده يلمس ابعد حتة في رجلك ماشي يا دكتور؟ سامعني؟ زي وضع ركوع مثلا ولا ايه؟ لا ركوع مين ده هيميل هيميل هيحاول يلمس العين بصوابعه هيلمس رجله كأنها هيلمس اللاترال ماليولس قول له لمس اللاترال ماليولس فاهمني يا دكتور؟ اه بصوابعه ده هيلمس اللاترال ماليولس ماشي؟ وحاول إيس المسافة من صوابعه وصلت فين لغاية الأرض بقى؟ لما وطي وحاول ألمس اللاترال ماليولس وقفت لغاية هنا هقيس المسافة من هنا لغاية هنا تشوف المسافة دي بقت كام بالعقل كده المسافة دي المفروض لازم تكون أكتر من 10 سنسي ما بين هنا وما بين هنا والوضع العادي ووضع التوطية افرد ان العين أخره كان هنا برده ولقيت المسافة ما بين هنا وما بين هنا 5 سنسي يبقى الراجل دوطى أساساً ولا ما وطاش اه لو الفرق من وضع الطبيعي و الوضع العادي أشوف فرق الطول المسافة ما بين صباعي وأنا موطي والأرض وأنا واقف والأرض وأخبالك إزاي؟ الفكرة أنا عايز أجيب حاجة سابتة الأرض سابتة صباعي هو اللي بتحرك فأنا هقوله إلمس اللتر الماليولس بصباعك الوسطاني خلاص واستنى عليه أشوف آخر حتة وصلها فرضنا أنه هو وصل هنا ماشي أدصباعه هقيس المسافة من هنا للأرض ماشي وأقارنها بالمسافة وهقسها وهقارنها بالمسافة الأولانية ماشي؟ نورمالي لازم تكون أكثر من 10 سنتي طب إفرد لقيتها 3 سنتي أو نفس الحركة لو لقيت نفس 10 يساوي 10 يعني هنا 10 وهنا 10 يبقى الرجل ضوطة؟ لا موطاش يبقى كأنه ما عمل ليش حاجة يا عم وطي إلمس اللتر الماليولس يقول لكم هم فيش مش جايب مش عارف مش فاهم مش عارف فيه فرق بالتنين إنه مش فاهم وإنه مش عارف ماشي؟ لغاية كده الكلام واضح أما بالنسبة للوضع سبحانه ربية العظيم سبحانه ربية العظيم أنت مفروض بتعمل بندنج بتتني بس فيه شروط رجليك لتنين يلزقوا بعض ورقبك مفروضة عاملة واخبالك وتحاول تلمس بصوابع إيديك صوابع رجليك أو تلمس الأرض قدرت تعملها فإذا أنت ما عندكش مقدرتش تعملها يبقى أنت عندك مشكلة خلاص يبقى أنا بطريقة دي أقدر أكشف اللمبر سباين فيه مشكلة أو مفيش مشكلة فهمنا حتة البندنج دي؟ شكرا شكرا أكمل يا جماعة ولا إيه؟ تمام صحيح دكتورة بعد سنة رابعة يا دكتورة شايماء بس سؤال لأصبحتين أيوة يا دكتورة تفضل فكرت الفينجر تو فلور ديستنس فيه ناس أصلا ما تدرش تركع من بدايتها من هي الطبيعية لا لا بص يا دكتور دقيقة واحدة بس هو أنت هتنقي هو أنت فينجر مش جايب لي واحد عنده ستين سنة أنت جايب شاب عنده سبعتاشر سنة جايش تكيلك بكده واخبالك الأنكيلوزي اللي بتشخصه أقل من كام أقل من 40 سنة واخبالك إذن فأنت مش هجيلك واحد كهل اللي هتقوله اعمل كده لأ الأنكيلوزي ليه شروط في التشخيص أنت لما تاخدها في الإدراس في المحاضرات هيقول لك أن فيه كريتيريا فور دياجنوز وأنكيلوزي جسبوندلايتس أنت أقل من 40 سنة واخبالك إذن بنتدي تفكر في أنكيلوزي أكتر من كده بتتردد مليون مرة إلا لو العيان قالك ده من وأنا عندي 16 سنة يا دكتور بشيكي نفس الشكوى وما حدش عبرني لغاية لما انحنيت فيهمتين يا دكتور ماشي هنقل العيان اللي أنا هاكزامن أنا مش هجيب واحد عنده 100 سنة قوله إيتني نفسك لا وهو نفسه بيقولك أنه لو لقيت العيان مش ماليبل مش ماليبل يعني مش عايز يسمع كلامك مش عارف يعمل ومش قادر يعني ما تحاولش تبقى انسيرت العيان لازم تعمل مش حاجة اسمها كده مش قادر يعمل دي في حد ذاتها دي صح واخد بالك يعني أنا 17 سنة أو 18 سنة 20 سنة 30 سنة وتقول لي عملي البندج أقول لك ما قدرش من حقها ما تقدرش لأنها فعلا ما تقدرش يا إن بين في أين تين يا دكتور معايا في الكلام ولا لا بس لكن شقيقي واحد كهل يعني واخد بالك واخد بالك واخد بالك وقول له ايه بيعمل البندج لأ طبعا يعني اللي عنده دي سك دي سك أبو 60 سنة 70 سنة ده أما قدرش اقول له عملي التست ده ما هيقدرش طبعا بس الأنكيلوزنج ده في سن معين وبيجي لك شباب صغيرين ما بيقدروش يعملوا الحركة من كتر ما هم متيبسين على فكر يعني الديسيس ده is very aggressive إذا ما بقاش treated battery واخد بالك زي والعام مع الفيزيو سيربي مع treatment aggressive العام بيبقى فعلا بندنج زي ما انت شفت كده تاني نفسه اتنين بالضبط كده يعني أو متحجر واقف ثابت ما بيتحركش تحاول يوط يمين يوط شمال يعمل lateral bending كل ده لسط ماشي في سؤال تاني كان في حد تاني بيقولها اسأل طب حلو دك هو الديسك بيأثر على نفس الديسك ده يعني الديسك ممكن يخلي عام ما قدرش يعمل ده لكن صعبا يخليه ما يعمل ده فعلماني يعني الديسك وبعدين الديسك مش بيجي في أي سقه فيه أطفال فيه ناس صغيرين عندهم ديسك بس هتلاقي ما يقدرش يعمل ده لكن ده بالنسبة لي مفيش مشكلة البندج مفيش مشكلة خلاص وبعدين في حاجة مهمة أنا لما بحضر لما باجي أجزاء من عيان فور أنكيلوزنج سموندلايتس ببقى واخد الهيستري كويس من العيان فيه فرق من واحد يقول لي عماتسة حادسة واخدبالك ازاي وبصيت لقيت صاروخ ضارب من ظهري لرجلي ماشي ده لا ده الصاروخ اللي ضارب من ظهري ورجل وما بيقدرش يتحرك ده ده عيان وقاله لما بتنام يقول لي بقى كويس تقوم من نوم الصبح يقول لي كويس لكن يا دكتورة بقى لو بطلتت أتحرك أو أشيل حاجة أو أطلع سلم أو أنزل سلم الوجع يزيد ده مش تابعي خلاص ده بقى القصة بقيت لامبر ديسكو أنا مليش ده عبيدة بتاعته حاجة تانية خالص بتهمتيني؟ تمام يعني انت الهيستوري اللي بيحكومك انت العيانة مشخصها إيه فأنا هاكزامن إيه بالظبط لأن كل حاجة لها الإجزامنشن بتاعها أما أتكلم على أنكيلوزنج يبقى أنا أتكلم على عيان عنده ستيفنس وأنا عايز أرحمه قبل ما يحصلوا الفلكشن دي فورمتي واخدبالك إزاي واللي هي الحاجات على أقل ببلدنا يعني ما بنعملش المجر الابريشن دي ما بتتعملش فوركوريكشن والفكسيشن وكلام ده ما بتعملش بسؤولة يعني ماشي فوصلت الفكرة إن إحنا بنختار مين بعد ما ما أخد جود هسري من العيان وبقى خلاص ده تسبكت إن يكون أنكيلوزنج فأنا هكمل معاه الاختبارات اللي تكشف لي فعلا هو أنكيلوزنج أو لا ماشي يا جماعة نكمل طيب أنا عارفة طبعا الناس الصغيرين هيبقى الكلام عليهم صعبة بس يعني هو يعني كل حاجة بقى هتيجي بالترينينج يعني وطبعا لما هيبقى الإجزامينيشن قدامكم هتفرق كتير غير لما الواحد بيشوفه على السلايد آخر تيست بالنسبة لنا ده يعني بالنسبة لي مش مهمة قوي نكتعرفه لكن على الأقل تعرفت بتاعه بتاع أنكيلوزنج مش هاشرح بقى هو الشوبر تيست طيب فيه بقى الساكروئيليك جوينت مش أنا قلت لك الأنكيلوزنج بيحب الساكروئيليك جوينت مش هقول لك في الساكروئيليك جوينت غير فجر فور يعني ايه فور فجر فور يعني رجل على رجل نعيان نايم حاطت الرجل بتاعته واختبالك فوق النيل اللجل فوق النيل سهل المفهوم ده مفهوم ولا مش مفهوم تماما دكتور الرجل التانية مفروضة ايه مفروضة هي دكتور الرجل مفروضة هي الرجل دي متنية ومحطوطة عليه كأنه حرفة 4 واخبالك ازاي او حرف اللي بلاشة 4 ماشي الرجل دي الني متنية والليج على الني الليج عن ني والني دي مفروضة تماما وانا عاملة ايه انا عاملة حاجتين ضغطة عن ني بتاعت الرجل انا بعمل لها examination او الساكوليك جونت اللي هو لونه احمر ده ماشي والرجل التاني واليد التانية بتصابورت الهب عن ناحية التانية او الساكوليك جونت عن ناحية التانية يبقى انا ايد بتضغط عني وييد بتضغط على laquelle الليج بون ناحية التانية طب ايه الغرض وانا بضغط عن ناحية دي واخد بالك لو العيان صوت وقال لي واجع في ظهري يا دكتورة يه الحتة الورى أقول له الوراء فين يقول له عند المقعدة هو مين عند المقعدة غير الساكل وإليك جون هو الساكل وإليك جون وأخب بالك إزاي بس افتكر الكلمة دي إن العيان في التست ده لأن ده تست ممكن نعمل بيه حاجتين أدي حول حاجة إيه أول حاجة إن أنا هعمل الفجر فور ده أو الفجر الإل ده بلاش الفور رجل متنية وأخب بالك ومحطوط اللج عن ني وإيدي دايسة على الني دي والإيدي التانية دايسة على الهب على الإليك بول خلاص وأنا بدوس مستنيا من العيان حاجة أنا مش بقوله أنا هقوله حاسس بإيه مش هقوله ظهرك بيوجعك هقوله حاسس بإيه قال لي يا دكتور عند المقعدة كده من وراء الحتة دي بتوجعني قوي عند المقعدة من وراء خدت بالك يبدسك وإليك جون أنا ما بقولوش لو المقعدة وجعتك أنا بقوله إيه اللي بيوجعك نفر أنك تقول لعيان في التست دي دايماً تخليه هو يقولك حاسس بإيه ماشي يا دكتور لأنك لو قلتله فعلا بتوجعني. إنما بتاع الأنكيلوزنج أول يعني ما بتعمل الاختبار ده هيجيله سبير بين الساكرويليك جوينت اللي انت بتعمله إجزامينيشن اللي انت عم تاني رجله عشان تشوفه خلاص. يبقى الساكرويليك جوينت من أسهل الجوينتات كسكرينيج تيست لأننا كل اللي بعمله مش ده اللي بيوجعك. الحتة دي بتوجعك الضهرك يعني من النحاة دي بيوجعك. آه طيب. نام على ضهرك رجلك اتنيها اتنين وحطها على الني. حط الرجل دي على الني دي. خلاص. سبتنا الوضع. أدوس أنا على الني. وادوس على الهب من ناحية تانية أو على الإيليك بو من ناحية تانية حاسس بإيه؟ قال لي في حتة اللي وراء دي بتوجعني قوي يا دكتور من عند المقاعدة يبقى ده الساكرويليك جوينت. ماشي يا جماعة سهلة دي ولا صعبة؟ تمام. تمام. ماشي. طيب نيجي بقى الديسيز السهل قوي بقى اللي هو لطيف. بقى ده ما فيش فيه مشكلة الاستيارثرايتس مش هنقول فيها كلام كتير. كلنا عندنا يعني والدتنا والدنا جدتنا حتى في الناس صغيرين مثلا من يعني حتى من جراننا عندهم استيارثرايتس. بتاع الاستيارثرايتس ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من بين. صح؟ وبيشتكي من ستيفن صبر. ماشي خاطئ طيب ماشي. طيب بس بقى خاطئ بس بقى خاطئ بقى. نعم. دكتور سوتو حضرتك مش واضح. حضرتك ميت. ماذا ده باين يا جماعة؟ ايوان كده باين؟ ايوى تمام كده. تمام كده. بتاع الاستيارثرايتس ده بقى عيان لطيف قوي. ليه بقى؟ يا ام عيان قبيز قوي. واخد بالك ازاي فانت خلاص شخصته. ماشي يا ام ستة طول نهار قعبة. ما بتعملش حاجة ابدا في الدنيا. خلاص. فهتجيلك العيانة اما عجوزة قوي واخد بالك ازاي. فجاية تشتكيلك تقولك ركبتي. عشان كده انا حطى لك يمكن الرجبة اول واحدة. ركبتي يا دكتور فيها واجع. وطول ما انا قاعدة مستريح. اجا اقوم احس كأن الركب حاجة فيها ده زي ما تكون بتتعضعد او بتتكسر. حتى حس كده يا دكتور هتلاقى تسمع الخروشة. واخد بالك الخروشة دي لها جريتنج سينسيشن او كريبيتيشن اللي انت هتحسها. ماشي. ممكن تورم تقولك او الله يسعب بتورم. خلاص. وتقولك ده انا حتى حسيت ان ركبتي تخنت بص يا دكتور. الركبة دي اضخم بالركبة دي. تقول لها الرجل تقولك الرجبة. ليه كلمة الرجبة ومصممة على الرجبة بذات لما يكون حد انتليجن. لان بيطلع عندك حاجة اسمها اوستيوفايتس. الاوستيوفايتس دي عبارة عن نيو بون فورميشن. واخد بالك بتيجي عند اللور اند وفزا تو بونز. الفيمر وعند التيبيا. اللي هما بيعملوا لك النيجون. واخد بالك ازاي. تبص تلاقي سبير طلع لك من هنا وسبير طلع لك من هنا. فالنتيجة وعليهم اللحمة. فالستة تحس كأن رجبتها عردت. واخد بالك ازاي. فايزا الاوستيوفايتس من الحاجات الظريفة. لانك انت بتقدر تكشفها بسهولة. غالبا ما بيكون مفصل واحد. واخد بالك ازاي. ساعة نادر لما يكونوا مفصلين لكن ممكن يجوا مفصلين. اكتر مفصلين بيحصل فيهم اوستيوفايتس. هو يوجي في اي حتة. بس المستكومة من النيز. بالذات لو الستة اوبيز. واخد بالك ازاي. طبعا هبص تلاقي المفصلين بيوجعوها. وتقول لك يا دكتور طول ما انا قاعدة مستراحة اجا اقوم. الوجع كله كأن رجبتي بتتقطع. او كأن رجبتي بتخرواشة فيها جمدة. ولو حطيت ايدك يا دكتور هتحس تخرواشة. وتقول لك رجلي انا حس الركب كبرت. كأن الرجبة عردت يا دكتور. دي لو انتليجنت. ولو مش اوبيز قوي. لو واحدة مش تخينة جدا. لان تخينة جدا هيبقى كلفات مش هتشوف حاجة. انما اللي هي متوسطة الحجم. تقول لك الرجبة عردت. عردت ليل ان في عندي حاجة اسمها اوستيوفايتس. اللي هي نيوبون فورميشن. اللي هي بتبقى موجودة في عينين الاستيوارثرايتس. واخد بالك ازاي. ولو انت بتدوس عليه هتلاقي فيه تندنس. جيت تحرك هتلاقيها ستيف. ما بتتحركش بسهولة. واخد بالك الجوينت بقى تقيل. ليه الجوينت ب بقى تقيل. لان ربنا عاملك ما بين العظمتين فيه كارتلج. مش كده. الكارتلج ده والسينوفيا الفلويد وكل ده خلاص اتهارة وراح وانتهى. فبقى العظمتين لازقين على بعض. الحركة بتاعت العظمتين اللي انت ما كنتش بتحسها بالنعمة اللي ربنا كان مديها لك من السينوفيا ومن الكارتلج. هتحسها بقى يا سيدي. وبقى عند عظمتين بيحقوا في بعض. فطول ما انت بتحس. ماشي حاسس بتزيق. واخد بالك ازاي. حاسس ان حاجة بتزيق. وساعات العين يقول لك الخ خروشها يا دكتور ما بتخليني مش عارفة امشي. بتضيقني. واخد بالك طول ما انا ماشي سامع خروشك. خروشها ليه? العظمتين عملين يحقوا ببعض. وكل ما بيحقوا بمعضة. يعملوا استيميليشن لبعض. يعملوا نيوبون فورميشن. يعملوا لك استيوفايتس. فيتجبرو لك او يعرضو لك المفصل. ماشي. طيب. الاستيوارثرايتس بقى دي. الاستيوارثرايتس بتحب ايه? اكتر مفصل بتحبه واتعشاكه. الني. تحب الني جدا. واخد بالك ازاي والهب. ماشي. ويتحب كمان الانكل. خلاص. وبتحب الفرج متطرسفالانجآلجوينت وبقية المتطرسفالانجيالجوينت تقريبا كلهم يعني بتحبوه. יبا هي بتحب الهب وتحب الني قوي 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 قوي. واخد بالك وتحب الفوت والمتطرسفالانجياالجوينت. خلاص. وتحب الشباب importante وتحب اللومبرitäten. تحبش السكروليك ما تاخدش أبداً السراسك لا أشدعب السراسك نيائي خلاص في الهاند بتنقي حاجات معينة تاكلها زي الدي آي بي الدي آي بي ديستال انترفالانجيال جونت خلاص عشان الدكتورة بتاعت سنة رابعة يبقى هتطلع من المحاضرة دي حفظة إنه الروماتويد وعمره ما ياخد الديستال انترفالانجيال جونت إنما الأستيوارسرايتس بتحب قوي الديستال انترفالانجيال جونت ماشي وبعدين نعم هذا انترفالانجيال عادي مش اوتونيون صح لا ده ده جونتف دي سيز بقى هيحصل لنا كلنا مع العمر والسن ما أنا عمال أقول لك الكارتش ما بين العظمتين التاكل مع عمرك وسنك واستهلاكك ووزنك وطوعك ونزولك وعدم رياضتك واخد بالك ازاي وعدم أكلك الصحي كل ده هيجيب لك أستيوارسرايتس جاية جاية ماشي تيجي بقى في النيه تيجي في الهب تيجي في مكان ما تيجي المهم إنها جاية جاية هيشها جاية 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 جا بيحب الاسباين كله. ما بينقيش. الحمد لله. طيب. لو أنا جيت قلت لك الهند. عايزك تقول لي على أكتر مكانين مكانين. لو أنا ورتهم لك في الصورة. تقول لي ده أستيو أرثريتس. تقول لي بص يا دكتورة هلا. الديستال انترفالانجيول جوينت. والفرست كاربو متاكارب الجوينت. يبقى الفرست كاربو متاكارب الجوينت. وأخبالك إزاي. والديستال انترفالانجيول جوينت. هم أكتر مفصلين في الهند. دول لو اتأثروا يبقى انت ماشي مع الأستيو أرثريتس. أم نيفر ان انت روماتوية أرثريتس. نيفر استقل إيه. نيفر اسكليرو. انت أستيو أرثريتس. خلاص. طيب. الني من الـ بيبقى موجودة أكتر حاجة عندنا كلنا. بس أكتر ناس حتلاقيهم الستات. إحنا بتوعي الني. الرجالة انتوا بقى بتوعي الهب. خلاص. لكن يجيلكوا ني. يجيلكوا ني. خلاص. لكن هي كومان في الستات الني. لأن احنا وزننا بيبقى أتقل. وانتوا يجيلكوا الهب أكتر. ماذا يا دا كاترة؟ إنما ما يجيلكوش أبدا. سراسك سبايم ما يجيلكوش. الهند مش هيجيلكو غير الديستال انترفالنجيال جوينت. والفرست كاربو متكاربال جوينت. واخبالك إزاي. is very very common association. or common affection. في عيانين الأستيو أرثريتس. يبقى الأستيو أرثريتس ده مرض سهل ولطيف. مفيش فيه مشكلة. وصعب إنها همتغلط فيه. ستة كبيرة عجوزة تخينة. ستة بتشتغل كتير. واخد بالك ستة وأزنها تقيل. ماشي جاية تشتكيلك من النيل إنها المستو كومان. الراجل هيبقى الهب اللي هو المستو كومان. أبص في إريها. ألاقي الديستال انترفالنجيال جوينت متاخدين. والفرست كاربو بتكاربال جوينت متاخد. لو جيت بصيت على الاسباين. هلاقي السيرفايكل بتاعها واللمبر بس هم اللي متاخدين. ضمن الحاجات للدكتور محمد الحقيقة عايزكوا تعرفوها. أنا شايفة أنها أفانسد عليكم لكن هو عايزكوا تعرفوها. ليه بقى عايزكوا تعرفوها؟ هو برضو كانت تدخيره أن يطلب حاجة زي كده. الحقيقة يا جماعة يعني احنا طبعا كلنا في استرس. والظروف اللي احنا بنعيشها في وسط هذه الأجواء السيئة يعني من كل ناحية. وبذات الكورونا. كلنا عندنا دي بريشن. صح؟ تقريبا يعني. مش لازم أقول.